بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى سيكون الموضوع في موضوع فالإلقاء والإقناع والتفاوض مع الأستاذة الكريمة وقت فاطمة زهرة شرويت وهي أعرف بها عن الدولة في شعبات التقنيين في المختبر من المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات صحة بالرباط معتمدة في التقسيم الأكاديمية الدولية للتدريب الشخصي والتطوير القيادي كما أنها حاصلة على ديبلوم مدربة محترفة في التنمية الداتية من الأكاديمية الدولية المدربين المحترفين وهي أيضا مرشدة تربوية معتمدة لمرحلة المراهقة من الأجمع الأوروبية للتنمية والبورد العربي إذن نرحب بها في مركز القلب الحل العلمي ونرحب بها بالخصوص في أكاديمية رفق لتأهيل الباحثين الشباب وأعطيها الكلمة إن شاء الله التي تبدأ محاضرتها فلتتفضل مشكورة شكرا جزيلا أخي محمد على الدعوة الكريمة شكرا لمركز رفق على هذا البرنامج المتميز وشكرا جزيلا للطلبة على تفاعلهم وحضورهم يعني مهتمامهم بهذه المواضيع التي ستطوروا ذواتهم رجزكم بخير إن شاء الله سنرى الموضوع اليوم هو موضوع مهم جدا خصوصا في محور استطوير المهارات واستطوير مهارات شخصية يعني شخصية طالب الباحث فهذا الموضوع ديال المهارات ديال فالإلقاء فالإقناع وفن التفاوض لمهارات جد مهمة يعني في التواصل مع الناس نحن في تفاعل دائما مع الآخرين في تواصل مع الآخرين في المحادي ديالنا نود التأثير في الآخرين لغرس القيم لسعدي للسلوك لإقناعهم بأفكار ديالنا والمشاريع ديالنا إذن فهذا المهارات هي مهمة جدا وخصوصا يعني نحن كطلبة نكون في تفاعل دائما مع طلب الآخرين الأساسي ذا أفراد المشتوى سواء من خلال العروض اللي نقدمو أو المشاريع ديال التخروج أو المحاضرات التي نؤثرها أو نشارك في سأطيرها فهذا المهارات كي يعني يفيد كي نحساجه ما دائما من أجل أن نسميز ونطور دواسنا ونحقق الأهدف ديال فإن شاء الله في هذا العرض غالي نعتمدو كما شفتوا كان ثلاثة المواضع وكل موضوع كل موضوع للأساس خاصوا يومين يلت تدريب أول ثلاث أيام إحنا اختصرناه إن شاء الله في هذه المدة هذه حاولت ما أمكن نجمع العناصر الأساسية أو المهارات الأساسية في كل موضوع ونقسمها ونركزها ونلخصها على أساس أن اللي بغي يتعمق يعني أخلي لكم إن شاء الله المراجع باش تتعمقوا فيها حاولت ما أمكن كما كتلكم ندير عرض اللي هو مركز على أساس أن كل مهارة كما كتشوفو كتضم ثلاثة المحاور سيكون فيها المعلومات الأساسية ثم تطبيقات العملية طبعاً نحن بشكل يعني في عرض غير مباشر عبر زوم ما يمكنش يكون هكا تفاعل جيد في تطبيقات العملية ولكن أنا خلي لكم معي بعض الأمثلة اللي ممكن تطبقوا أنتما يعني كل واحد يطبقها راسو أو في مجموعة مجموعة خاصة إذا إن شاء الله كما كتشوفو محاور العرض المحور الأول عايقون فل الإلقاء نشوفو فيه إن شاء الله المواصفات العمالي الخطيب الناجح عناصر الإلقاء المتميز ثم غدي نخصبوه تطبيقات عملية المحور الثاني اللي هو فل الإقناع غدي نشوفو إن شاء الله مفهوم الإقناع وأهم ياسوب خطوات الإقناع ثم تطبيقات عملية وأيضاً في المحور الثالث في المهارة الثالثة اللي هي فن تفاوض غدي نشوفو إن شاء الله فن تفاوض المفهوم دياله الأهمية دياله في النقطة الثانية تقنية تفاوض الفعال ثم أعطاكم بعض الأمثلة لتطبيقات العملية على بركة الله نبدو المهارة الأولى إلا بغيسوا زعما نشوفوا الطريقة ديال العرض نحاولوا يعني نهاية كل مهارة نديروا نقاش يكاسي محمد يعني نهاية كل مهارة نقشوا المهارة ثم ندزل المهارة الثانية مرحبا مزيان هالطريقة مزيان ممتاز إن شاء الله إن شاء الله باش ننسالهم من مهارة ندزل المهارة الثانية اللهم يسترم مرحبا إذن نبدو بالمهارة الأولى اللي هي فن العرض والإلقاء طبعا هذه مهارة مهمة كما كتلكم كطلب باحثين كشباب كفاعلين في المجتمع كفاعلين جمعويين هذه المهارة أساسية جدا لكل إنسان فهي مهارة قادة الأمم والمؤسرين في العالم هنا فهد صدد كي يقول عالم القيادة دوسكو لو قدر لي أن أحرم من كل مواهبي وقدراتي وكان لي أن أخسار واحدة منها فحسب لكي أحصفض بها لأخسرس القدرة على الكلام لأني بفضلها سأستطيع سيرجع جميع مواهبي إذن فهد المسألة القدرة على الكلام مهمة جدا هي يجلك إلى حور من كل مواهب دياله القدرات دياله واختار القدرة على الكلام فهو باستطاعته يعني عن طريقها أنه يجيب جميع المهارات أو يكتسب جميع المهارات الأخرى فبشوفوا الأهمية ديال هده المسألة ديال الإلقاء الإلقاء كنحتاجه كطلبة يعني كما كتلكم في العروض ديالنا في المشاريع ديال التخروج في التفاعل ديالنا مع الطلبة ومع الأساسية فنحتاج إلى هذه المهارة فهد الصدد أيضا يقول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة يعني هاد القدر على الخطابة أو هاد الفن ديال الخطابة وفل الإلقاء هو السحر سحر لماذا لأنه يؤثر في الآخرين بطريقة بطريقة إيجابية بطريقة قصوصا لك الملقي أو الخاطيب مسمكن مما يلقيه فندوزوا إن شاء الله أول حاجة غادي يشوفوها فالإلقاء هو المواصفات ديال هاد الخاطيب أو الملقي ندوزوا للشريحة الأخرى ما هي المواصفات؟ أهم المواصفات ديال هاد الخاطيب أولا مسألة الأولى هي العلم العلم مشي أنه يكون عالم ولكن العلم بالموضوع اللي غادي يأطر فيه بدون تفلسوف بدون أنه يبدأ يجب كلمات ولا يتعمق في الموضوع بطريقة ليست صحيحة ولكن يلم بالموضوع بطريقة صحيحة يجب المعلومات الأساسية اللي غادي يحتاجوها الجمهور أو الفئة المستهدفة وبين الآخرين أنه فعلا ملم بالموضوع فهذا المسألة الأولى هي العلم ضرورية جداً في الإلقاء المسألة الثانية المسألة الثانية في المواصفات ديال خاطب الناجح هي المهارة اللغوية يعني كل ما كانت اللغة سليمة على حسب الفئة المستهدفة طبعاً اللغة مش هي ضرورية هذه اللغة العربية الفصحة السليمة ولكن لغة ستكون بسيطة قريبة للقلوب مفهومة واضحة يعني كسكون هذا المهارة اللغوية زيما بدون ما سكون يعني اللغة اللي ما كس يعني خارج على نطق الأخلاق ولهذا كسكون لغة سليمة وواضحة ثم الوصف الثالث الوصف الثالث لهذا الخاطب أو الملقي المتميز هو الإعداد ضروري من الإعداد القبلي يعني أي موضوع وبغيت تلقيه ضروري من الإعداد إعداد القبلي يعني كي يجنبك مجموعة من الأخطاء ومجموعة من الارتباكات وهذاك الخوف الأول كيتحيد لعليش لأنك معيد للموضوع مزيان يعني عارف الأفكار شنو غادي تقدم شنو غادي تأخر باش هاتبتال مقدمة شنو غادي تدير فيها صلب الموضوع الخاتمة باش غادي تخسام تماريل اللي غادي تطبيقات العملية اللي غادي تدير يعني هاد الإعداد إن شاء الله غادي نفصلوا فيه في الخطوة ديال الإنقاء الوصف الآخر للخاطب هو وضوح الهدف طبعا ضروري أن الهدف يكون واضح لماذا أتلقي هذا الموضوع لهذه الفئة المستهدفة ضروري أن الموضوع ذلك أن زعمال الهدف ديالك يكون واضح عارف شنو غادي سعطي لهذاك الجنهور وعارف الأهدف اللي بغيسيها من هذاك الموضوع ثم المسألة الأخرى اتقى بالنفس وهناي اتقى بالنفس الإنسان يعني مثل هذاك الجنهور المسلقي عنده واحد الحاسة يعني كي يدتكت الغرور كما كنقوله عنده هنايا الفرق ما بينتقى بالنفس الغرور يعني ما يكونش هذاك الموضوع متكبر على الجنهور أو مغرور أو متعالي زي ما أنا أعلم منهم أو أقدر منهم أو ولكن يكون سيقفرسه في القدرات دياله في المعلومات اللي كيعطي للجنهور بدون غرور وبدون تكبر المسألة الأخرى نمر النقطة الأخرى وهي مهمة جداً وهي الصدق والمصداقية ومصداقية هذه المسألة مهمة جداً يعني كل ما كانت المعلومات والطريقة للإلقاء ديالها ومصدر ديالها وانت صادق في الإلقاء ديالها كتكون الأثر ديالها كبير على الجنهور يعني هذه المسألة للصدق والمصداقية يعني المعلومات تتكون مصدر ديالها واضح وانت ستكون صادق فيما تقول يعني سالمسألة ديال مثلاً كنت تعلموا أحد المهارة معينة أو أحد المعلومة معينة كنت أقول لهم أنا وأجربت هذا القضية وأنت مجربهاش أو مثلاً أنا خططت درت تخطيط الحياتي ودرت أحد المشروع الفلاني وجربت فالإنسان هذا الشيء الذي يقوله يخص يكون ديره يعني كبر نقصاً عند الله أن تقوله ما لا تفعله الإنسان يكون صادق في المعلومات التي يقدم وإلا مثلاً ترحله مثلاً شي سؤال ومعرفش الجواب يقول ما عرفش نقلب مثلاً يعني يكون صادق صادق وبسيط وتلقائي في تقديم المعلومة فكلما كانت صادقة وواضحة كلما لاقت طريقها إلى قلب الجمهور المستهدف المسألة الأخرى مراعاة الجمهور يعني مراعاة ضروري فئة المستهدف تكون عندكم مهلومات قبلية عليها يعني عارف مع منك تهدار يعني المرجعيات ديالهم المستوى التقافي ديالهم الجنس مثلاً واش غدي تتكلم مع إينات فقط أو ذكور فقط يعني هنا ضروري هذا الموضوع ديالك يكون ملائم للفئة المستهدفة هذه المسألة ضرورية ثم المسألة الأخرى في المواصفات هو بالاستماع الجيد وهذه مهارة ضرورية في جميع يعني أغلبية مهارات اللي كان نستعملوه المسألة ديالاستماع الجيد كتستامع التفاعل ديال الآخرين والاستماع ما يكونش غرب ما كيكونش غرب بالأذن فقط ولكن الاستماع التفاعل يعني تتفاعل مع الآخرين كتشوف مثلاً الجمهور دائماً كتلاحظ يكما فيه منعاس يكما ملوا من الموضوع يعني تغير نبرا ديال الصوت ديالك كتدير مثلاً لكان مالال كتدير صبقة عملية بشفاقه شوية يعني كتشارك الجمهور كتفاعل معهم تكون هناك تفاعل مش يغرب كما قلنا بالسمع ولكن تفاعل بالأعين مع الأسئلة مع المداخلات يعني كيكون هناك تفاعل بينك وبين الجمهور الذي سقدم له الموضوع هذه يعني من المواصفات المركزة والملخصة للخاطئ قلنا التقاف النافس قلنا الإعداد قلنا مراعاة الجمهور قلنا المسألة ديال العلم والمهارة الغوية ثم قد ننتقل إن شاء الله دا بالعناصر الإلقاء أو خطوات الإلقاء الناجح أول مسألة يعني كن هضروف فيها على الإلقاء هي المسألة ديال التخطيط ضروري أي عملية كنقوم بها ضروري من التخطيط القبل وهات التخطيط فيه مجموعة من العناصر طبعا قبل الإقدام على أي موضوع مثلا أتلقي موحة دارة أو غاديت نقل واحد دورة كوينية أو غاديت يعني كي نوحد الندوة مثلا معينة وانت مشارك فيها ضروري ما تسول على الفئة المستهدافة يعني ماشي غاديت ماشي ماشي موضوع اللي كيكون ملائم للجميع ولكن عندك موضوع مثلا كتلأمو على حسب الفئة المستهدافة اللي كينا يعني الطلابة مشيهما التلاميذ يافيعين مشيهما الشاباب يعني أرباب الأسر مشيهما مثلا الأطفال يعني كيختلف الموضوع على حسب الفئة المستهدافة يعني ضروري يجمع معلومات حول الفئة المستهدافة ثم المعلومات حول المكان المكان فين غاديكون هاد العرض أو مثلا هاد المحاضرة مكان مفتوح مكان مغلاق طبيعة هذه المكان كديرا مثلا انت شكل المكان وش غادي تدير طبيعة الموضوع مثلا وش انت غادي تدير ورشاس تديرها كثمارين ولا مثلا محاضرة كالقاء فقط يعني صد طريقة الجلوس ديال الجمهور كتختلف اما غادي تدير كراسة على شكل ورشاس كدوائر او على شكل او او عاديين يعني يعني كراسة كمستفين عاديين لانك ستلقي فقط محاضرة يعني كتختلف الطريقة ديال اعداد المكان وطبيعة ديال المكان يحسب الموضوع وتنتك تساعد يعني كتساعد من خلال الوسائل اللي غادي يتقدام ومن خلال ايضا تفاعل مع الجمهور المسألة الاخرى اللي كينا في الخطوة ديال التخطيط وهي الاهداف يعني ضروري ما يكون عندك الاهداف ديال الاهداف واضحة وكينا وكينا ثلاثة الانواع ديال الاهداف اما كتسكون اهداف عامة او اهداف محددة او اهداف خفية مني كنا ننظر على الاهداف العامة يعني انا ماذا اريد ان اقدم لي جمهور يعني او الفئة المستهدافة شنو بغيت نقدم ليهم شنو بغيت نعطيهم شنو بغيت نوصل لهم من هاداك الموضوع اللي عاقدم الاهداف المحددة ماذا ينتظروا لجمهورو مني شنو كينتظروا مني كتجاوب على هاد السؤال يعني باش هايخرج يعني شنو كينتظروا باش باش بغينيخرجوا هاد الناس اللي غادي يستفدوا من هاد المحاضرة مني ثم الأهداف الخفية بعض المرات كيكون عندي مثلا شي مشروع معين بغين شي موضوع بغين دير إحصائية معينة عاد تساعدني مثلا في الدراسة أو بغين مستوى واحدة بمسالة معينة شخص معين هذه أهداف خفية خاصة بي أنا إذن فهذه هي الأهداف كنت تقسم كما قلت لكم الأهداف عامة ومحددة ثم خفية وكلها كنجاوب عليها في المرحلة دي الإعداد القبلي وهي المرحلة دي التختار ثم كين أنواع دي الخطب وكتركز في سلاسة أنواع دي المحضارات أو دي الخطب دي الخطب اللي كنقين إذا كنت تكون نوع ديها إعطاء معلومات يعني كنت أعطاء معلومات معينة وقت لديها معلومات معينة خلال دي المحضارة اللي غاديم ديها أو الإقناع إقناع الناس بوحد الأفكار معينة أو مشاريع معينة أو خطب دي المناسبة بالنسبة لي أعطاء معلومات ضارو غي من وحد ججمات ججمات وخصصه عندنا من هذه المحضارة خاص نتتمكن تتمكن من الموضوع كما قلنا العلم ثم الرغبة يعني من كنت أنا ألقي شي حاجة اللي أنا ما باقيهاش يعني ما غاديش نلقيها بشكل جيد يعني خاص الرغبة في هذك الموضوع مثل هذك الموضوع عندك شغف فيه عندك غيوني فالرغبة وتمكن هذه المسائل قصر منه في الخطب اللي بيبقى المعلومات ثم نسأل الإقناع طبعاً من المحضارات ماذا نفعل؟ إما نغير الأفكار أو نغير السوق يعني المعلومات أنها تسمع الشخص بي صغير فيك المعين أو صلوك المعين أو تسقنعه بمشروع معين وهذا الأنواع دي المسال من خطبة الجمعة هذه خطبة إقناع ستكون فيها بمجموعة معلومات ولكن ستكون فيها أنها تصغير الأفكار دي المناسب يعني تسعد السلوك ديالهم وتسأطر فيهم طارقة إيجابية ثم الخطبة ديال المناسبة مثلاً تأبيل شخص يعني تكون الجنازة ولقى خطبة مثلاً معينة تشكروا هذا الشخص و يعني الأفعال دياله أو خطبة مثل مشروع التخرج مثلاً كي يشيدوا بهذا التلميذ و كيف الشواء أو هادك الطريب و كيف الشام كيف الشكنز عما في المعصر البراسي دياله أو مثلاً خطبة دياله هذه ستدخل في هاد الفئة ديال المناسبة فهذه هي النقطة اللي كينة في المسالة دي بتخطيط ما عشوش كينة مشكلة في الشاشة سي محمد لا الشاشة ما كينش مشكلة غير الصوت بدأ يتقطع قليلاً ياك كي تقطع الصوت حيث كاس بيلي الشاشة كاس مشوكاسة دونك أنا اللي عندي وغيرها مشكلة فيها غير مشكلة عندك غريباً حسناً داباً مزيان صوت نعم مزيان شوية يدمروا الخطوة الثانية في العناصر ديالالالقاء وهي الإعداد طبعاً مسألة ديالتخطات هذيك تكون قبل الإعداد ثم الإعداد يعني وسط المحاضرة إعداد وتجهيز المكان ضروري إما كتكلف شي حد أو مثلاً كتتعطي معلومة يعني الجهة اللي مثلاً استدعاتك اللي تقديم هذه المحاضرة أو هذه الدورة تجهيز وإعداد المكان على حسب كما قلنا الطريقة ديالالعرض أو النوع ديال المحاضرة اللي غادي تلقي إلا كان فيها كما قلت لكم وراشات عملية كتديرها على شكل دوائر باش يعني هكا ديزاتوري وراشات أو مثلاً محاضرة فيها غير إلقاء أو هكا تفاعل أو مثلاً إلا كان العدد كبير كتدير ممراس باش يدوزوا الناس يعني كتسعد المكان على حسب الموضوع ديالك على حسب العناصر اللي كان في الموضوع ديالك المسألة الأخرى اللي كان في الإعداد وهي وسائل الإضاح يعني طبعاً وسائل الإضاحية هذك الوسائل اللي كان ستستخدمون باش نلقيوا المحاضرة ديالنا يعني إما كتسكون صبورة مثلاً كنا كتسبوا فيها المعلومات أو مثلاً ستستعملوا داتا الشاو أو مثلاً هذك الورق الكبار دي فليب شارت يعني ستكون على حسب على حسب كما قلنا الموضوع ديال المحاضرة ولكن هناك بعض المرات سيوقعوا مشاكل تقنية أو حل يوقع لنا في البداية ضروري كي سنكونوا محضرين الباديل يعني خصوصاً مع هذ الوسائل التقنية كي سيوقع عطاب سيوقع مثلاً ستكون مشكل في الصبيب ديال الإنترنت سيكون مشاكل تقنية هكذا ضروري نحضروا الباديل يعني إما كتكون عندك المحاضرة مكتوبة أو أنت مجدجة مثلاً بطاقات أو تمارين عملية باش تفاعل مع الجمهور المستهدف يعني هذ المسألة ضروري من نظروها في باننا دائماً الباديل عندنا القادية اللي كانت في وسائل إضحة يعني الأغلبية كي يخدم بالباوربوينت وهذا الشرائح العرض ضروري كخصنا وحد المواصفات سيكونوا فيهم يعني بعض المراس كتلقاءوا باوربوينت مترتق بالكسابة يعني كتلقى هذا الخاطئ يعني كاتب المحاضرة كاملة في هذا الباوربوينت وش كيدير كيقرأ غير كيقرأ بدون شرح بدون تفاعل مع الناس يعني كعطاهم يظهروا يبدأ يقرأ فهذا مش ملقي فهذا مش إلقاء هذا كان يعطيهم كتاب أو هذا كيطبع المحاضرة ويعطيها لهم يقرأوها الرأسهم يعني ما يديش مجهود ضروري من مجموعة من المواصفات تكون في هذا العرض فهذا العرض مساعد للمحاضر ومساعد للمولقي باش يلقن الدورة دياله في أحسن الظروف فهذا الشرائحة العرض تكون الكتابة فيها واضحة ما تكونش مشارجية كما قلنا يعني يكون الخط واضح من الأحسن أن الخلفية تكون فاتحة والكتاب تكون غامقة يكونوا ألوان اللي هما متناسقة يعني ما نبيروش مثلا الزرق والصفر واذا كل الألوان مشعشعة يعني هناك كان محتار متى جمهور هذاك العرض فهذاك متعق لهاديك الجمهور اللي كيشوف هذاك العرض يعني ما خصوش يكون يكون وسيلة اللي هي سيلبية طبعا المسألة ديال كما قلنا الخط نوع الكتابة يكون مثلا ثلاث أسطر إلى خمس أسطر أسطر في كل شريحة يعني ما نشارجيوش الألوان ثم الخط الواضح كما لنا المسألة الأخرى اللي كينا في الإعداد نرجع عفك يا محمد الشريحة الأخرى نشوف المسألة اللي هي كتشكل هاجس الأغلبية أغلبية الشباب اللي كيبغوا مثلا يديروا الإلقاء كيكون هدك المسألة ديال الخوف كي الخوف المراضي اللي فعلا عنده فوبيا من تحدث أمام الجمهور كي اللي عنده فوبيا كي اللي كي تجهي صخفة وكي تحكمة قاعلة إلوقف قدام الجمهور هدك خصو علاج نفسي أما اللي عنده خوف وارتباك فكي المجموعة ديال الطرق باش نحاربوا يعني من المظاهر ديال الخوف كي الارتجاف يعني فاش كان نبدو من الأول يعني فاش يالله كالقاوا العرض كي اللي كي يبدو يديه رجفوك يعني مكي قدرش يتحكم فيهم يعني باش ن يعني العلاج ديال هد الارتجاف هو أن نشدو في شي حاجة مثلا كمس عندنا طبق قدامنا أو كورسي أو مثلا شي كورا أو السيوة نشدو فيه باش ما يبانش هد الارتجابك أو هد الارتجاف ديال يدي ثم العرق العرق مسألة طبيعية في الخوف ما كيشوفها حد يعني ما تشكلش لك مشكل يعني ما كيشوفش حد العرقي لها كان شي عرق اللي هو باين يعني ما كيوصلش لها الدرجة ثم كي اللي عندو كيرتابك إلا مثلا شف عين شي واحد يعني العين في العين إلا جاة العين في العين كيرتابك إذن هنيتي يقول لك شنو شنو تدير شوف آخر واحد في القاعة ومتشوفش ليه في عينيه ولكن شوف فق راسه ووزع النظر ديالك باش يكون واحد يعني متشوفش هكا متشوفش في العين ديالك ويبان أنك في عينك تشوف الجمهور كامل وما ترتابكش ونقول لكم أن الخوف مسألة طبيعية جدا خصوصا في دكتواني الأولى كانت تحكموا فيه بطبيق العمالي وبالممارسة بالممارسة باش نتحكموا فيه وكاينين أساتي دا وقادة واسمت اللي هما ممارسين في الإلقاء ودرورة يكون هذا الخوف يعني هذا الخوف طبيعي جدا ولكن ما خصوش يسيطر علينا ولكن يسيطر علينا فهذه هي النقطة الثانية يعني النقطة الثالثة في الإعداد نمر الخطوة الثالثة في الإلقاء وهي التسلسل يعني هنا درنا تخطط دياننا الموضوع عدينا المكان درنا الإعداد من وسائل إضاح إلى علاج خوف إلى إعداد المكان كيجي الموضوع الموضوع طبعا كيتقسم الثلاثة ديال المحاور في ما كنشوفه دايما يعني كين المقدمة وكينصول بموضوع أو العرض ثم كين الخاتيم المقدمة دائما شنو العناصر اللي كنحاول تكون في المقدمة تكون شكر شكر للناس المتضمين شكر للحضور ثم تكون نكسر الحواجز مثلا بالتعريف بالتعارف ما بين يعني المدرب والمتدربين تكون نكسر حواجز مثلا بشي لعبة معينة أو ثم تعريف بالموضوع يعني شنو غادي نعرجو في هاد الموضوع وشنو المحاور ديالو إلى آخر يعني هاد الشيء هادية الخلاصة اللي كتكون في المقدمة مقدمة أي موضوع خاصنا ركزوا على هاد ثلاثة الأمور أساسية ثم من كي يصلوا بالموضوع كنرتبون أفكار ديالنا باشا نبداو الفكرة الأولى الفكرة الثانية الفكرة الثالية سو كيكونت السلسل منطقي وواضح ثم الخاتمة كتجي الخاتمة يعني كنديرو خلاصات يعني من كتكون من كتكون الخاتمة يعني كنديرو خلاصة لهذاك الموضوع كامل اللي درنا ثم نأكدو على أهم نجاة في العرض باش تتكير ثم مثلا كنديرو سطبيقات عملية أو توصية بعملنا نصيحات استيشهاد مثلا كنخصمه بقصة معينة إذن هاد الأمور كان لكتكون في الخاتمة فهذا هو السلسل منطقي والعام اللي كيكون في أي موضوع أو محاضرة أو دورة سكون ثم نمر المسألة الخطوة الرابعة وهي الإلقاء كما كتشوفوا الإلقاء رجاء في الخطوة الرابعة يعني الإلقاء ماشي هو كيجي في اللول ركاين قبل سخطيط وإعداد ويعني وترتيب الأفكار عتي يجي الإلقاء هنا الإلقاء غادي نتحدثه على مجموعة من الأمور اللي كان حتاجوها في الإلقاء كينا المسألة دي لنبرة الصوت نبرة الصوت هنا مخص هاش تكون مرتفعة جدا يعني كي اللي كي يلقي مثالون كيغوت ما كيقدرش يعني الجمهوري يعني يتبع معاه تيغوت عندو صوتو عالي مرتفع أو منخافض خاص كتدير زعمام جهود كبير باش تسمعو أو مثالك اللي عندو صوتو حاد حاد دقيق أو غليد كي يكون هادا يعني مسألة 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 طبيعية يعني في صوتو ما يقدرش يعاجها هم كي يتدرب علي هو كي يحيد هذه المسألة اللي ما قدرش يتدرب عليها يعني كين اللي صوتو حاد كي يحاول يغطي على هاد مسألة بالعناصر الأخرى يعني كي يكون كي يكون موضوع مرتفع سابة الإلقاء هادا حركة اليدين حركة الورجة باش تسقطعها على ديفو دير الصوت إذا نبرة الصوت كي تكون موسوسطة ما طالعاش ما منخافضاش كي تكون موسوسطة بالطريقة اللي كي تكون مسموعة و واضحة للجميع المسألة أخرى في الإلقاء وثيرة العرض طبعا وسيرة العرض ما خاصة شي هي خاصة تكون موسوسطة ما خاصة تكون سريعة ما خاصة تكون بطيئة ما خاصة مش مثلا في الأول عمقان قول لكم وغادي نشوفوا دابا وغادي نشوفوا الإعداد ومنمورا غادي نشوفوا الإلقاء ألقاكم ناعسين ألقا شي كي يش خورما سوخسو غير مباشر غير مباشر ما قاشي ناعس شي يعني وسيرة العرض خاصة تكون هكا تتنشط الجمهور اللي يسمع ليك يعني ما خاصة تكون بطيئة ما خاصة تكون عوثاني سريعة خاصة تكون عادية الشرائح كتمر بصفة يعني متسلسلة بشوية بشوية مثل الإنقاء ديالك الأفكار ديالك كتكون متسلسلة يعني وسيرة العرض هي متوسطة في حل نبرة الصوت ثم المسألة الأخرى في الإلقاء وهي المظهر المظهر طبعا خاصة يكون يحساري من الجمهور يعني ما سمشيش بشي مظهر لا علاقة نحن مكان هدروش على خاصة تلبس حويش غاليين ولكن تكون مرتب نكون هين دامك المقيم مرتب ما تلبس شي حاجة اللي غادي تبرزتك وعا تبرزت الجمهور مثلا شي مدربة أو محاضرة كتبقى تلبس فيه يعني قوة الخواتم وقوة يعني ونتك تحاضر ولا شي حاجة تتخرجش في يديك ولا شعرك في شكل ولا هين دامك مرتبش يعني الهين دام والمظهر أساسي في الإلقاء يعني سوك يعتك وحتيقة في النفس يعتك يخلي الجمهور يحسار مك يعني يكون أنيق ويكون مرتب ومحترم كان المسألة الأخرى وهي حركات اليدين حركات اليدين مهمة جدا لأنها تتعاونك في الإلقاء وكسعتك وحتيقة في النفس ولكن حركة اليدين خاصة تكون غادة مع الموضوع مثلا إلا قلت إلا قلت مثلا نبرات الصوت مخاصة تكون مرتفعة حركات اليدين خاصة تكون غادة مع الموضوع غادة مع الكلمات التي تقول لا تقلت حركة التي هي مملة أو لا علاقة سلها بالكلمة التي تخرج من فمك ثم أيضا هناك حركات الوجه حركات الوجه أيضا في المسألة الإلقاء خاصة يكون التعبير دي الوجه ديالك غادة تتوى مع الموضوع مناسب للموضوع مثلا كتهدر على قصة ولا أعطيسي مثال حزين خاصة كسنة الوجه كيبان فيه الحزن هدرت على شي حاجة مثلا كتضحك حيث كي اللي صبح الله منك شي محادث كتشوف فيه ما تتفاعلش بوجهه كتلقاه إما مبتاسيم كيهدر على الموت مبتاسيم كيهدر على الحزن مبتاسيم كيهدر على الفرح مبتاسيم يعني كتلقاه في نفس الوزيرة أنت ما كتعرفش عليش كيهدر بالضبط إذن حركة الوجه سهية كتصعبر كتصعبر على هدك الموضوع إذن خاصة سكون مسافاعلة مع اليدين مع هي كنهدرون على لغة الجسد لغة الجسد خاصة سكون يعني مطابقة لهادك الموضوع اللي كتصعبر عليه ثم المسألة الأخرى في الإلقاء ندوزل للنقطة الأخرى وهي أيضا حركة العينين حركة العينين حركة العينين هنا ما خصناش مثلا العينين يكونوا كيدوروا كيتحركوا بزاك لأنك فعلا عدوخة الإنسان اللي كيشوفيك تيقول لك هنا مثلا شوف الإنسان مثلا ثلاث إلى أربع ثوانية وحرك العين ديالك هذا الشيك لا تدروش على الخوف هذه المرحلة الأولى ديال الخوف فعلا كتتعال الصافي ومنك تدرب على العلاج الخوف لا تبقاش مثلا والعين في العين تدرك رتيبك فحركة العينين ضرورية هي في الإلقاء فكتوزع النظر ديالك لا تبقاش نفيكسي مثلا على شخص معين هذا الشخص مسكين لا يقدر يتفوه لا يقدر يمنعس لا يقدر يرمش لا تبقى نفيكسي عليه المحاضرة كاملة أو الدورة كاملة لا تبقى نفيكسي على شخص معين لا تبقى نوزعوا النظر ديالنا كما قلت لكم ثلاث إلى أربع ثواني في كل كتشوف فيه كتقول له مثلا كلمة ثم تسمشيها بطارقة عشوائية كتسمشي الخر في المحاضة الخر اللي قال في القاعات ثم الجنب ثم كتشوف في على الجنب أنك تفاعل معهم فهذه هي الخطوة ديال الإلقاء ثم الخطوة الأخيرة اللي كان في الإلقاء وهي التقييم التقييم طبعا مسألة مهمة جدا وضرورية بعض المراس كان دربوا على واحد المهارة معينة وكان طبقوها ولكن ما كان ديروش تقييم ما كان ديروش تقييم لهذيك المهارة اللي سعلمناها وشنا غادين في المصر الصحيح ولا لا ضروري إلى مثلا درناشي إلقاء معين محاضرة أو دورة سكوينية أو ندوة مثلا معينة منين نساهلوا من الإلقاء ديالنا ناخدوا المعلومات أو ناخدوا المراحضات ونطوروا أنفس ديالنا يعني نطوروا الدواء ديالنا نسعلموا مهارة جديدة مثلا كان عندي شي خطأ معين هذا الخوف مثلا سيطر عليها في وقت كبير كان حاول نعالج الخوف المسألة ديال اليدين ما كانش متناسقة على الموضوع إذا هي كانت تدرب عليها إلى آخر يعني دائما تقييم يعني كناخد يعني ممكن أنني مثلا ندير واحد لإستمارة تقييميا نوزع على الجمهور نقول يمكن أن تكون محاضرة شنو الأخطأ اليدار شنو يعني أو الأصدقاء ديالك أو الناس المقربين ديالك كتستفد يعني من الملاحظات ديالهم باش تطور داسك فهذه ضروري هذي المسألة ديال التقييم وطبعا كتل الإلقاء الخطبة ويعني ألقي خطبة وقيمها هذي نشف ان شاء الله في التطبيقات العملية فهذه هي عناصر الأساسية اللي كينا في الإلقاء طبعا شفنا التخطيط شفنا الإعداد كخلاصة طبعا هذي الخلاصة ديال الخطوات لإلقاء اللي كينا طبعا كما قلت ليكما لديت حاولت نجمع معلومة تكون مركزة ومختصرة فكما شفنا التخيط شفنا الإعداد شفنا التسلسل اللي كيهدر على يعني تسلسل الأفكار ثم الإلقاء بحد داسو اللي كيركز على نبرة الصوت العينين المظهر حركة اليدين حركة الوجه ثم التقييم دائما وكان أكرجوا عاوساني فديك السيسيلة يعني كتكون دور حياتي للإلقاء يعني من التخطيط إلى التقييم ثم التخطيط إلى آخر فهذه هي الخلاصة ديال الإلقاء ديال المهارة ديال الإلقاء كتطبيقات عمليين أنا أقترح عليكم كما قلت ليكم ده بحنا في منصة يعني في منصة الزوم في رقاء غير مباشر أنا أقترح عليكم مجموعة من الأمور العملية اللي ممكن تديروها باش تحسنوا هاد المهارة ونقول لكم أحب القادية إحنا كنقرأوا مراجع كنجمعوا معلومات على الإلقاء ولكن يعني لابغلتوا تتعلموا الإلقاء بشكل جيد ضروري من الممارسة رادبة كتلاحظوا في الجامعة يعني كنشوفوا أساسية والعلم اللي عندهم وهذا وما عندهمش الإلقاء يعني كتلقى رأسوا فعلا عامر ولكن طريقة ديال الإلقاء دياله سيئة جدا وبالتالي ما تقدرش بتصريد المعلومات اللي عنده يعني ككل إنسان فعلا عنده أفكار زوينة ومعلومات زوينة ولكن طريقة الإلقاء دياله سيئة وبالتالي ما كيقدرش يأتصر في الآخر إذا نحاولوا مثلا نمارسوا هاد الإلقاء بطريقة يعني سلي عندهم الخوف يتشجع ومثلا يشوف الأصدقاء دياله والناس اللي كي يتق فيهم ويلقي عليهم ويعود يعني يوجد خطبة أو دورة سكوينية ويلقيها ويلقيها إذا كما تلكم الممارسة كثرة الممارسة هي اللي كتمكننا من تعلم هاد المهارة فتطبيق العملية الأول اللي عنده علاقة بلغة الجسد يعني كملاحظة نشوف برنامج تلفازي يعني اللي عنده مثلا شي محاضر كي يلقي محاضرة معينة ونحيدوا الصوت ونلاحظوا لغة الجسد فهنا كنتعلموا طريقة حركة اليدين كنلاحظوا هنا يامني كنحيدوا الصوت كي يخلينا أننا نركزوا على لغة الجسد يعني حركة العينين حركة الوجه حركة اليدين ونشوفوا يعني هادوك المحاضرين العالميين أو يعني الصحفيين في البرامج التلفزيونية كيفاش كيدروا الإلقاء هذه يعني من يعني كفكرة كفكرة باش نتعلموا هاد المسألة دي اللغة الجسد كمقصة راحل تطبيق عملي آخر وكنحتاجه بزاف هو للتنفس تنفس كي خلينا نتحكمه في يعني الوثيرة دي الصوت دينا والنبرة دي الصوت دينا تنفس من غير أنه راح كيعلموه كي تكون دورات كوينية خاصة في التنفس بالنسبة للناس اللي كيلقيوا في البرامج التلفزيونية والمحاضرين والقاعدة دي الأمم وإلى آخره من غير هاد القاعدية تنفس تيفيدنات في التحكم في التوتر مثلا قبل ما نديرون مثلا البحث دي التخرج قبل ما نديرون عرض دي البحث دي التخرج أو قبل ما نقيموا الحضارة معينة أو قبل الامتحانات أو فهذا كي خلينا نتحكمه في التوتر وهذا التمرين تنفس دي للسرخاء طبعا كتتأخذ واحد نفس عميق شهيق من الأنف ديالك كتحسب مدة خمسة ثواني أخذ واحد فتلاتة أربعة خمسة نطبقوا نديرون تصبيق عملي بخا ما كنشوفكمش نديرون تصبيق عملي كاملين نخدو نفس عميق من الأنف الديالنا لمدة خمسة ثواني واحد جوج ثلاتة أربعة خمسة ثم نكتم الهواء لمدة عشرة ثواني واحد جوج ثلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سعود عشرة ثم نخرج الهواء من الفم دفعة واحدة هذا هو التمرين للإسترخاء كما قلنا نعاون أننا نضطوق الصوص دينا يعني كيعاون في الإلقاء وأيضاً كيعاون في التحكم في التوطن نكرر التمرين ثلاث مرات في اليوم أو على حسب المستطاع من ثلاث إلى خمس مرات خصوصاً في الصباح تكون الجونقي هذا التمرين للتنفس اقتراح أيضاً كتبق عملي في الإلقاء وهي أنه كتبق موضوع معين يعني خصوصاً على عبارة كيين البحث من غير البحث للتخرج كيين العروض في الدراسة كيين مثلاً المواضيع التي نريد أن نبحث فيها كيين مثلاً المقالات أو العروض أو مجموعة المواضيع التي نبغوها مثلاً خصوصاً في البحث الدكتورة يعني هذه المواضيع نحاول أن نعدوها إعداد سليم ندروا المصادر والمراجع ثم ندروا الإلقاء أمام المرأس أولاً يشوف كيفاش لغات الجنسة الدائرة كيفاش واسيرة الساوس كي الارتباك يحاول اللي يتحكم فيه ثم بعد ذلك كنشوفوا الناس اللي قربين الأصدقاء دينا العائلة دينا كندروا أمامهم الإلقاء كنكسبوا الملاحظات كندولوهم كنشوفوا الأخطاء دينا كنعدلوها ثم كنلقيوا ديك السعز أمام جمهور أمام جمهوري همهم الموضوع طبعاً فمع التكرار ومع الممارسة طبعاً كنسنكنوا من أننا يعني نكتسبوا هاد المهارة واحد يعني اكتساب جيد فهاد المعلومات اللي كينفي الموضوع دي الفل الإلقاء ندروا النقاش اللي كان شي سؤال اللي كان شي إضافة قبل غد نخسم بوحد المقولة جميلة البن سيناء يقول في الخطابة وحسبها شرفاً أنها وظيفة قادة الأمم من الأنبياء والمرسلين ومن شاكلتهم من العلماء والعاملين وعظماء الملوك وكبار السازة فهذه يعني كما قلنا في الإلقاء فهو المهارة جميلة جداً يعني يتميز بها قادة الأمم فإلا سمكننا منها طبعاً نكون من السلة المسميزة إن شاء الله فلكم الكريمة إلا كان شي مداخلة إلا كان شي إضافة شكراً للأستاذة فاطمة زهراشترويت إذا الإخوان نفتح الباب المناقشة في الموضوع الأول قبل المرور للموضوع الثاني إذا إلا كان شي أسئلة شو أحب يتخذها الفعالية ديالو أولا الأسئلة في الكومنتير إذا بسرعة شباب ربحة للوقت لأن ما زال أمامنا جوجل يعني ما حاول سي زكريا أخشف تفضل أكتفي الميكرو ديالكسي زكريا تتمعني سلام عليكم أخم السلام دمام مزيان تفضل إياكم الله أستاذي بخير لابساعدكم الحمد لله بارك الله وكيكم مرحباً تفضل نشكره الجميع ونشكره الأستاذة على كل ما تقدمت به شكراً 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 لأنني أرى والله أعلم وهذه نقطة أشارت لها الأستاذة فاطمة أن أهم شيء في العرض وهو أنه يكون عند كل طالب وطالبة الممارسة أن الممارسة هي محل هي محل هذه العروض لكي تلقى جيدة ولكي تنهل يعني إعجاب اللجنة المحكم السؤال المطروح هو ذلك الطالب أو الطالبة المحتشمة أو الذي يعني الذي يجده في الإلقاء يعني مشكلة هي ربما الأستاذة قدمت في كيفية الإلقاء لكن كيف نعالج هذه الشخص وهذا الشخص الذي يتهرب أحياناً من الإلقاء أمام الناس ومن أن تكون له الجرأة للإلقاء بسبب أو بدافع أنه يرى في مشكلة يرى أنه يتخوف تعتعى في الإلقاء أمام الناس كيف نحفزه ما هي الوسائل شكراً سي زكريا التي تعينها شكراً سي صراح الدين تفضل أختصر الإخوة جزيكم من أخرى سي زكريا سي صراح الدين عفوة أكتفين ميكرو ديالك سي صراح الدين سلام عليكم سلام عليكم تفضل أستاذي بخيلة برد السلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم وعلى الله وعلى الله وعلى الله وصحبه رب يشرح لي صدري ويسيلي أمري وحب العقدة من اللساني وقوة قولي شكراً الأستاذ الكريم على هذا الموضوع القيم بدايتان بلا شك يعني أن يعني قبل البداية فالتوفيق ذي الله تعالى يعني هو قبل كل شيء يعني أن القدرات أخاً وجده هنا في الوثائل وجده في الأدوات ويكون الاستعداد النفسي ويحتى الاستعداد يعني من حيث الاعداد وهذه الخطوات إلا أنه إلا ما كان يشوف يقضي الله تعالى راه الإنسان وأخا يكون واجد وحط كل شيء يعني يعني قدامه مستعد كل الاستعداد فربما يعني راح ما غادش يكون العمل كما هو عندي واحدة سؤالة أستاذة فيما يخص المسألة ديال يعني أن القدرات ديال الناس كتختلف وبعض المرات يعني كتكون عندنا بعض الأشياء كما شرطي أنه ممكن تغلبوا عليها بحل الخوف وبحل يعني وغير ذلك من الأمور لكن الإنسان بعض المرات كتكون فيه واحدة يعني شي حاجة اللي بحل اللي قلنا نقدرون نقوله يعني شيء بينا قوسين ما يقدرش يتغلب عليها مثلا عنده مثلا صوت دياله كما قلت قبل أحد مثلا أو لا من الصعب أنه مثلا عنده واحدة التعتعة في الكلام أو شيء من هذا يعني صعيب عليه بيش يتغلب علي ذلك كيفاش ندير نحول مثلا ذلك النقطة اللي ربما هي كانت واحدة نقطة ضعف يتولي النقطة قوة كنشوفه مثلا من بين الناس اللي كان عندهم يعني واحدة إلقاء جيد ومزيان كنت متابع للإبراهيم الفقي يعني فهذه المسألة ديال سلمية بشرية ودير سمسوه رغم أنه عنده واحدة نقدرون نسمى واحدة العلة بين قوسين في الطريقة ديال الإلقاء دياله ولكن نستغل لها واحد استغلال جيد بحيث أنه ولات من الشخصية دياله وحتى هو يعني سعيد بها وحيث يكون كي هضر علىها كي هضر بواحد بواحد طريقة يعني جميلة جدا وحتى الأفكار دياله كتوصل واللغة دياله سليمة وغير ذلك يعني هتكون عندنا نقطة ضعف كي نديرو نحولها لنقطة قوة واعتدر على الإطارة شكرا السلامة حسين أمار الأخت أسماء تفضلوا وباختصار إخوان يعني باش نستضعوا باش أنا عطوا الكلمة لكل شيء أكتيف الميكرو السلام عليكم إيرينا بسعبكم أعفك أنا عندي جوج ديال النقاط نقاط لولا في إطار تفجيع المشاركة في كل ما هو خطاوي كيف ما بغي يكون الموضوع وكيسر هي اللذي مصري وهو شرط طبع كيف أشأل أنه تحول من الإنسان لأنه مشكلة موضوع نتمنى مكاة الناس لديهم مشكلة أنهم يحولوا يقلبوا على السيرة الذاتية هذه مسألة مسألة أخرى نقولها الكعي الشباب اللي عنده فرصة أنهوية خطاب أمام الجمهور أول حاجة كنت هو أنت وكون واطق من راسك وكون تلقائي لا تحاول تصنع يعني الإشكال لنا هو أن كلنا بغينا نكونوا بحل كلنا كلنا بغينا نكونوا مثلا كنتم تلقائي من نفسها من نفسها وأن ملاجعة تلقائي وأن نكونوا بغينا نفسها وأن تلقائي وأن يكونوا بحالا كنتم تلقائي وأن تلقائي كنتم تلقائي أمام الجمهور تفضل Active Micro Direct سيساعده وباختصار السلام عليكم أهلكم السلام تفضل شكرا نسي محمد وشكرا لأستاذ فاطم زرع على هذه المحاضرة القيمة أنا أسأل سؤالي مباشرة يعني في دور الجانب السيكولوجي العاطفي في إنجاح عمليات الإلقاء يعني في التواصل مع الآخر ليس هناك تواصل معرفي فحسب بل هناك تواصل عاطفي وتواصل معرفي أنا أركز على مثالات يعني الجانب العاطفي في إنجاح عمليات آآ الإلقاء والسلام عليكم وشكرا شكرا سيساعد يرى نضيفه آخر مدخرة لأستاذ فاطم الزهرع خلنا تعطى تفضلي Active Micro Direct سلام عليكم سلام عليكم وعيكم السلامة أستاذ فاطم الزهرع على هذا العرض القيم بالنسبة لي أنا على حسب الإلقاء أو على حسب المحاضرة التي قامت اليوم أنا مرت بزاف ديل التجارب يعني هاد المراحل كلهم كيدوزوا عندي مزيانين عندي أنا نقطة واحدة وأريد أن تقول الأستاذ عليها أن فاشكا يكون عندي الإلقاء أو مناقشة يعني جميع المعلومات فراسي مقاددين نادين ولكن يعني بحليك نصد الأفكار كي يمشي وخال الحمد لله كنفق ولكن يعني كنقى نادم على بزاف الحويج ما قلتهمش وش هذا خاطر يعني نبع من الخوف ولا مرتبة ولا يعني في الإمكانيات ديالي ديال تحضير ما خليت واحد الخطوة وشكرا مزيدا شكرا لأهتم الزهراء لكن بعد الأسئلة كتابية من الأخ محمد كيف يمكن للمحاضر أن يتأكد أثناء لقائه المحاضر أنه ملتزم بمواصفة الإلقاء كنبرة الصوت وهو ثير تعرض وحركة الوجه السؤال الآخر من أخت هنا السلام عليكم أستاذ جزاك الله عنكم الخير ما نصيحة كل من يخشم واجهة الجمهور لرغبته في إلقاء مادة كاملة بدون وقص وتوتره عند أقل خطأ الأخ حمزة يشكرك أيضا الأخ محمد الأخ جيهان تشكرك أيضا سؤال الأخ صفات ما هل يعتبر عدم الثبات وقوفا أثناء العرض أي الوقوف مع التحرك بخطوة وراء وخطوة لأمام من الخوف والتأثري رغم التمكن من المادة إذن تفضل الأخ صفات ما السلام عليكم هذا الخوف طبيعي جدا هذا المسألة الخوف في الإلقاء طبيعي جدا قالك 71% من الناس يخافون عند الإلقاء ما هو الخطأ؟ الخطأ هو أننا نخليه هذا الخوف يتحكم فينا يعني هذيك التواني الأولى أو نقوله مثلا نجوش دقائق الأولى وثلاثة دقائق الأولى في هذا الخوف ماشي مشكيل هذي مسألة طبيعية لأن كنشوفه جمهور جديد يعني كي يكون عندنا ارتباك تنقوله صافي الأفكار مشاولينة أو هذا يعني المسألة ديالة ما نخليهش الخوف يتحكم فينا طبعا اللي فيه الحشمة وما كيقدرش هذا داخلته هو في الخوف والارتباك يعني يتبع فقط هذو كل مراحل ديال الإلقاء يعد الموضوع إعداد جيد يعني هذك الإعداد الجيد للموضوع ره مهم جدا ره 70% من التحكم في الموضوع التحكم في الخوف في الإعداد إلا كنا معدلين الموضوع جيدا كنصيقوا فراسنا وبالتالي نتحكم في الخوف وكلنا قلنا كما هذك الارتباك الأولى ذكرة يجا في اليدين وهذا كنتحكموا فيهم كنشدوا هذا وصافي وكدوز هذيك الدقائق الأولى كدوز ومن بعد من كنتفاعلوا مع الجمهور وكلقهم كيسولون كنلقوا مش فكرة معينة الناس كيتفاعلوا كيضحكوا كيحزنوا معنا يعني هناك كنساو هذا الخوف إذا فقط هنا ما نركزوش أننا نخاف الجمهور ما نعرفوش دائما هذي الأفكار السلبية اللي كتدرنا في رأسنا نحيدوها نحاول نكونوا إيجابيين نعدوا الموضوع دينا والناس كاملين كيخطئوا ندير في باري أن الناس كاملين كيخافوا والناس كاملين كيخطئوا كما قلت لكم كبار الأساسي إذا كتلقى فعلا نواصل واحد المستوى علمي وهذا كتلقى كيخطأ يعني فالخطأ يعني عادة طبيعة إنسانية عادية جدا يعني الوسائل اللي نقدرون نديرو أننا كمجلنا الممارسة يعني أمام المرئاس نحاولوا مثلا نقبل أي لقاء نلقوا الموضوع أمام المرئات نشوفوا رأسنا كيفاش كن كيفاش كن كنسعاملوا مع الموضوع مع حركة اليدين مع نبرة الصوس وناخدوا الملاحظات مثلا نلقي وأمام شي واحد اللي كانت تلقوا فيه ما كانت خافوش منه يعني معناش مشكل معاه وكان ناخدوا الملاحظات وكانتوره يعني طبعا كما قلت لكم بالممارسة كان قدرون نتغلبوا على هذ الخوف هذا كين واحد سؤال على القدرات يعني هنا يا مارد أو عادي صعب تتغلب عليه كيف نحولها إلى قوة طبعا كما قلت لكم كين اللي عنده صوصوحات هذه طبيعة أو صوتهم مرتفع تتلقاه رقيق يعني فعلا كي برزد يعني سمعت المجموعة من المحاضرين عندهم مشكل أو كتلقى مثلا عنده شي سأساء يعني هنا يا كنشوفوا العناصر الأخرى دي للإلقاء حيث راه الإلقاء يعني خطوة من مجموعة من الخطوات كين تخطيط كين الإعداد يعني هنا يركزوا على القوة دي يعني نتاجه في الموضوع إعداد جيد للموضوع يعني نوعه بتمارين الشرائحة العرض تكون متميزة يعني يكون الموضوع يعني كيشد الانتباه فعلا نعطوش حاجة متميزة كان هذيك الضعف دياننا اللي كين في هذيك يعني المسألة اللي عندنا فيها ضعف أو شي حاجة سيلبية نعوضوها في مسائل أخرى اللي كتتعطينا قول وكتتغلب على هذي العادة هذي وكنلقى وراء مجموعة ديال المحاضرين في حل هذك ما أعقلش على اسمي سودك المحاضرة ما عندوش في الدين الرجلين يعني كتلقى ما كيقدرش يسمشا يعني ما كيقدرش يحرك يدي هذيك حركات اليدين أو هذا ولكن رسيدين المحاضرات العالمي وناجح بوحد يعني واحد درجة كبيرة وكيأتصر بأفكاره في المئاس في الشباب يعني يعني ماشي إلا كانت عندنا نقائص في شي حويج نعوضوها بحويج آخر كما قالت لأخت أسماء طبعا هذيك المسألة ديالت سلقائية والبساطة كلما كان الإنسان بسيط وسلقائي وكان هو كن أنت يعني ما تحاولك تسمع فالموضوع يعني والأفكار تصلوا إلى قلوب آخرين المسألة ديالتواصل العاطفي اللي ذكرها الأخ سعيد كيفاش موصلوا لها طبعا كانت التواصل اللي هو معرفي ولكن التواصل العاطفي هنا بمعرفة الفئة المستهدافة يعني قبل هذا المسألة ديالت سخطيت يعني من كنصولوا على الفئة المستهدافة كان شوفوا المرجعية ديالها كان شوفوا الهتمامة ديالها كان شوفوا مثلاً واش كما قلت لكم واش نساء واش رجال واش يعني من كنجمعوا أكبر عدد ديال المعلومات على الفئة المستهدافة كان حاولوا في القصص ديالنا في الاستشهادات ديالنا في الأمثلة التي أعطاهم أن نكون أقراب لهم يعني نقللوا الشيحويج اللي هما أقراب ل هذه الفئة المستهدفة وقد تمسهم في الظروف مثلا الجماعية أو الظروف النفسية التي يعيشهم وبالتالي كمسلول هذا التوازن بين تواصل المعرفة والتواصل العاطفي فاطن زهرة قالت أن المسألة يعني كنت تدري المراحل الكاملة ولكن يبقى مشكل يعني ناس في الأفكار تذهب هنا التواصل يعني التواصل كان بقوا مركزين على الخوف كان بقوا دائما رهن الناس ما غاديش يشوفوا فيه كان بقوا نتاقصوا من رأسنا هذيك الحديث السيل بديل الداس واللي كيخلي الأفكار تذهب وطف هذي المسألة قطرنا نتاف المسيحى ناس ركز كون بريبارة مزيان وهذا يعني هذي المسألة تقيمشي لك لماذا؟ لأنك متوتر لأنك أصلا مضغوط نفسانيا يعني كنحاول نسترخى نمارسو هذه التمرين للتنفس اللي ورئتكم فعلا فهو كيخلي كيخلي لأنك أصلاح لأفكار ديالك لنقول كل شيء روخة كنعد مثلا مجموعة ديال الأمور كيز كون مورونة على حسب الفئة المستهدافة على حسب مثلا الواقس على حسب المكان كييوقعوا شي طوارئ فأنا كنحاول نوصل الأفكار الأساسية كان دير ديال من البدائل ديالي كان دير بدائل لأنك يوقعوا مشاكل كيكون عندي بدائل والخطأ يعني الناس كيخطؤوا ومن خطأ يتعلم الإنسان يعني هذا التقييم اللي كان ديره والممارسة كان تغلبوا على هذا التوتر اللي كان يصيبنا كيف يمكن المحاضر أن يكون مرقيا ناجحا هذه من السؤال التي تطرح يعني تتبع هذه الخطوات والممارسة يعني كلما مارستي الإلقاء كما قلنا الإلقاء رمشي تسقرا في كتاب كتتمارسه تصبيق عملي كلما تبقتي الإلقاء كتتتمكن منه وكتشوف المحاضرين كيف يعني كتشوف النماذج المحاضرين العالميين ومزميزين كبش كيلقي وكتستفيد منه الإنسان الذي يخشى مواجهات الجمهور كما قلنا لكله يخطأ كتتمكن غير الموضوع الموضوع و إلا كنتم تمكن من الموضوع كما قلنا رأى كتت يعني كتوصل الأفكار ديالك كتوصل الأهدف ديالك كنظن وقال جاوبت على جميع الأسئلة ولكين شي حاجة نعم منتزي لكن تمر لباقي العرب لنقشنا الوقت بزخ لا هذا شي حاجة سرها صاف نمر إن شاء الله بار تباقك نمر إن شاء الله الموضوع ديال فل الإقناع أنا سنحاول كمك لكم در المسائل مركزة ومخصص صار في انتظار أن كل واحد يتعمق ولكن شي أسئلة مثلا من بعد إن شاء الله نجو عليها المحاور ديالعرض نشوف إن شاء الله ثلاثة الأمور أساسية نشوف في الإقناع والأهمية ديالو خطوات الإقناع خطوات بسيطة ثم أفكار لسبقات عملية شنا هو الإقناع الإقناع طبعا تيقول هو جهد المنظم المضروس الذي يستخدم وسائل مختلفة للتأثير على آخرين وأفكارهم بحيث يجعلهم يقبلون ذلك من خلال المعرفة النفسية والجماعية لجهور المستهدف إذن من خلال تعريف ما هو الإقناع الإقناع من شل مهارك تجيو تديرها ولكن تخطط العملية الإقناع تحتاج جلسانية وتخطط يعني تخطط كتعرف الناس اللي يتخناع تسلسل للأفكار ديالك كتعرف الفئة المستهدفة معرفة نفسية والجماعية باش قدر أن نتقنعهم بالأفكار ديالك فهذا هو الإقناع بشكل عام والأهمية دياله طبعا كما قلنا في الإلقاء والمهارات ديال التأثير في الآخرين فهو له دور رئيسي في حياة كل فرد ذلك لأن الحياة من ذا الاتصال لا تستقيم الحياة ولا تكتمر إلا به فنحن في تفاعل مع الناس نقنعهم في أفكارنا عندنا مثلا عندنا وحد المشروع معين سواء أنت طوعي أو مثلا في العامل أو نقنع به الرؤساء ديالنا يعني عملية الإقناع عملية نمارسها في حياتنا اليومية العملية والدراسية نمر نشوف المسألة رسالة الإقناع الإقناع ما يفعل الإقناع ما نمارس به نقول فكرة معينة لك لك تلتصق انتصاق الأفكار يعني باش تدخل للراس ديال هذا الشخص المعين هذا الشخص الآخر اللي كان نقنعه بفكرة معين إذن سوف انتصاق سوف نفرسوها و سوف نرى ملحف شنو يعني الألف في العمل الإقناع يستخدم البساطة يستخدم البساطة لا تقلب فلسفة أو تقلب على مصطلحة عن أو مصطلحة تقنية علمية تتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتات على الهدف ديالك مثلا كانشوفو شيطاليب عنده مشروع معيّة مشروع بحث أو موضوع بحث بغاية الأسد يؤثروا وبالتقديم هذا الموضوع يبقى يقلب سفلسفة ويجيب إفكار ويتقلب على العمق ديال اللغة فالنخر هذا الأسد لا يفهم أصلا يستخدم بساطة عندك واحد الموضوع معين كن بسيط ما أمكن لغة سليمة لكن بسيطة كتوصلها الآخر بسلاسة ثم المسألة الأخرى لم لتكن غير متوقعة لتكن غير متوقعة يعني لتكن مفاجئة للشخص شي حاجة اللي هي جديدة شي حاجة إبداعية شي حاجة ما مكيناش شي فكرة اللي هي متداولة تتفاجئ الآخر ثم حرف التا تأكد من مصداقيتها وهنا دائما ولا في إقناع ولا نشوف المسألة دائما نتحدث عن البساطة والمصداق الصدق كنا نهضر على الصدق كلما كنت صادق كتوصل الأفكار ديالك ثم صد صياغة متينة ومتباسكة يعني هناك كما قلنا تسلص الأفكار صياغة يعني الصياغة ديالك فكرة ديالك ستكون مواضحة مسينة ومسماسكة ومركزة هنا غدي نقول لكم واحد دع أعطين مثال دلو واحد اللعبة إلا قلت لكم مسالا كسبوا لي لائحة بأسماء أشياء بيضاء يلا بغسس كسبوه أشياء بيضاء يلا كسبوه أشياء بيضاء بطرحة لكم على باركم لائحة من أشياء أشياء بيضاء ولكن إلا قلت لكم أعطوني لائحة ديال الأشياء بيضاء موجودة في الثلاجة هناك شنوك تلاحظوا أن 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 تركزوا الأشياء أن تسكن الطلب مركز تسكن ثلاثة ثلاثة مجلسة ومركزة لا نحاول 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 كيف سوف يشد في أي موضوع في أي أيطان في أي مجال في أي مجال المجال الاقتصادي أو المجال الجماعي أو النفسي أو ماذا سوف تحل هذه الفكرة التي تريد أو هذه المشروع يعني ضرورة أن تتركيز ثم الأخرى في ألف يستخدم المشاعر يعني المشاعر هنا كما قال الأخذ التواصل العاطفي ضروري كيكون واحد تفاعل مع الآخرين في إطار المشاعر يعني تركزوا على المشاعر لا تكون غير منطق فقط ولكن كنشوفوا الآخر وهي سمع سيدياله شنو كيبغيه شنو كيكاه وكن نركزوا الأفكار ديانا يعني كنحاولوا نضغضغوا لي المشاعر دياله باش نقنعوه بالأفكار ديانا ثم ثم وهي المسألة ديال قوة القصة كل مكان عطاه أمثلحية أمثل للناس مثال اللي يجربوا واحد المنتوج معين اللي يجربوا واحد المشروع اللي اللي يجربوا واحد طريقة معينة ونفعاسهم هديك الحبكة ديال القصة أو سيناريو ديالقصة كل مكان قوي كل مكان صادق كل مكان قريب لهادك الشخص كل مقصة هنعب الأفكار فهذا الالتصاق جامع هاد القواعد ديال الإقناع نمره دابل الخطوات الإقناع خطوات الإقناع غادي نشوفوها في كلمة إقناع قبل ما نمره الأربع خطوات اللي كانوا إذن إقناع الألف سيقولك إقسانع أولاً تبقع الآخر يعني انت لما تشمك سانع بالأفكار اللي باغي تقنع بهم الآخر إذا لم تكن إقتنع بواحد المنتوج معين كيف ستبيعون هذه الشركة التي تخدم فيها ستبيعون الآخرين مثلاً مع المثال ديال مثلاً الناس المندوين ديال الشركات المنتوجات إلى آخر يعني إقتنع أولاً بالفكرة أو المشروع المنتج ثم أقنع به الآخر القافة يقول للقانون تولاسيس أريستو كما هضرنا على المشاعر خصاة تكون في الفكرة ديالك ثم الأخلاق مراعاة الأخلاق ديال الطرف الآخر ثم المنطق تكون منطقية يعني تحسرم عقله فمشاعر أخلاق ثم منطق النون يعني هذه الفكرة خاصة تكون عندها نفع يعني نفع لي الآخر تتحليه واحد المشكلة معينة تتقدم ليه واحد المنفعة معينة إلا ما كنش كيستفد منها تحاجة عليش عكسانع بيها أصلاً الألف تيقولك إعطي بدائب خيارات يعني ضروري كيكون عندنا البدائب يعني كيسعطي المشروع الأكبر ثم كتمشي للمشروع الأصغر يعني سيلاً مثلاً شي واحد كيبغي يبيع شي منتوج معين كيعطي دايماً القيمة الكبيرة عاد يمشي لقيمة الصغيرة يعني كيكون عنده واحد لامارج فين كي يكيل عد واحد الفورشاس فين كي يخدم ثم العين اللي هي في كلمة إقناع عدّل وفقاً للبيئة يعني هنا يا خاصك سكول مارين يعني عندك علم بهذاك البيئة والمحيط والنفسية والشخصية لذلك الإنسان اللي غدي يدير له الإقناع فهذه يعني كلمة إقناع يعني كنجمع القواعد أو التقنيات في كلمة وكي يسهل لنا أننا نتفكرها وهذه هذه القاعدة ممكن تديرها سف الأفكار مثلاً الأخت اللي قدت لك الأفكار كالتارلية أو هذا ممكن تعدي العرض ديالك بالكلمات يعني تدير واحد الكلمة معينة وتخلي فيها رؤوس الأقلام هذه غير بيناك أو صين ثم نمر داباً خطوات الإقناع كينا نبعط له خطوات أساسية اللي هي نذكر بها ونفصلوها وهي أولاً إلا عندي شي فكرة معينة موضوع معين مشروع نستخدم البساطة أو الوضوح في إلقاء الفكرة كما قلنا يجب أن تكون العملية بسيطة وواضحة في مضمونها أو لغتها مركزة مثل سلسلة منطقية لغتها بسيطة كما قلنا مجموعة من الأفكار ومجموعة من المشاريع صديع لأن الطريقة باش قدمناها طريقة نهياش يعني طريقة ما تنقلبه دائماً يعني كم نقول أنا إلا بغيت القناع الأساب هذك الموضوع دي البحث ديالي وإلا بغيته يؤثر لي الموضوع دي البحث ديالي بوحدة طريقة ووحدة بشيء بيليه العمق ديالي اهدر ببساطة ووضوح يكون بسيط وغادي سهلة يعني كل ما كانت البساطة والوضوح كي يكون الأمر سهل الإطارة والتشويق كما دمنا لتكون مفاجئة يعني الإطارة والتشويق كانت تلفت له سيمامات والانتباه ديالك الشخص يعني هاد الفكرة ولا هاد المشروع أو هاد البحث هاد البحث شهو غدي يفيدني مثلا أنا كأساّد علش غادي نقطّر هادك البحث غاعلش غادي نضيع نقص ديالي معاك ahah которую غادي ضيّفي مثلا وشغادي زيّدني فل... يعني كدراصة جديدة مسلا غاديتنفعني فال، فالسبير 1966 или Ehne glass paper او هادما غادي ضيّفلي هادك الموضوع المعين أو هادك المشروع أو هادكل المنتج يعني ضروري أن لا بد أن يكون في عملية الإقناع نوع لتشريك وإصارة الانتباه والاهتمام مما يحفظ المسترقي على تعاون كما يجب أن لا تصداماً أو تشتعى على المترقي بأي نوعين من تجريح أو تعالي يعني هنا يرى ما شيء كان جاء مثلاً لواحد كمقرعه بواحد الفكرة معينة وكان تعالى إلا ما خديسش هذا المشروع أو ما خديسش هذا المنتج رأى الطيع يعني كان نهضر معه بتعاليز عمر أنت ضايع إلا ما خديسش هذا المنتج ولكن كان حصار مر وكان حاول الفضل التباه دياله ونبيل ليه الحاجة دياله لهذه الفكرة أو هذا المشروع بطريقة محترمة المسألة الثالثة في خطوات الإقناع وهي إشباع رقبات والحاجاز لدى المتلقي حاجاز كثيرة والتي يجب أن تنسجم مع مضمون الرسالة للعمل على إشباعها ما أمكن كل واحد فينا عنده واحد الحاجاز معينة واهتمامات معينة فكل ما لبسي له هذه الحاجاز ولحل يسي له مشكلة معينة أو نفسي فهو قد يقسانع بالفكرة ديالك ثم الخطوة الرابعة والأخيرة في خطوات الإقناع وهي المصداقية في المضمون وفي المصدر نفسه يعني المضمون يعني فكرة تكون صادقة وأيضا المصدر يجب أن تكون هذه الفكرة وهنايا ربوا لبنوا واحد المسألة ذاك الشاش قلت لكم ذلك الإعداد أو التخطيط فهي عملية عملية الإقناع هي عملية التخطيط نخططوه كان عرفو سلفي ألم استهدافة كان عرفو سلفي ألم استهدافة كان عرفو مثلا هذا الشخص اللي غادي نقنعو المرجعية سدياله الهتمامة سدياله شنو كيتسبع شنو كيبغي شنو كيكره علاش لأن مثلا مني كان بغي نقنعو بواحد المسألة معينة مثلا مثلا قالها الداعي الفلاني أو قالها قالوا هفل الجريدة الفلانية هو أصلا ما عندوش معها ديك الجريدة كيعتبرها كاذبة فهنايا في حالك تدمر للطريقة والعملية دي للإقناع لهذا لهذا ضروري من المصداقية كما قلنا في المضمون وفي المصدر يعني كي تكون وحد ثقة وحد الارتياح والاقتناع بما تقوله فاكا خلاصة اسمحوا لي يزربز ولكن كما قلت لكم راه حاول تركز الأفكار رغدي تلقوا بمجموعة دي الخطوات ومجموعة دي المهارس ولكن كلها تدندين حولها يعني في هذه الخلاصة كما قلت لكم أربع خطوات أساسية في الإقناع وهي البساطة الوضوح الإطارة والتشويق بغيني يأكلوا ولكن يعني لربطناها بعملية الإقناع ماذا عليهم أن يفعلوا ماذا عليهم؟ يعني واحد يقنع نعم يعني بجوجهم عندهم نفس الحاجة يعني خاص واحد يقنع الآخر أنهم يمشيوا السلة الأولى يأكلوا بجوج ثم ما عاد يمشيوا السلة الثانية وبالتالي النفع سيكون بجوج يعني هي ذلك الذهاب في نفس الاتجاه فهذا هي الحكمة ثم ممكن نعطيكم واحد التطبيق عمالي كفكرة أنكم تديروه من بعد اللي عندكم شي ورشة تطبيق هذه المهارة اللعبة سأحسن مشروع يعني يتم خسيار ثلاث مستدر ريبيد حيث يخسار كل منهم ورقة سأضعوا مشروع معين إما كنديرو منتوج معين أو مشروع معين في ورقة كنخساره ثلاثة المستدربين ووفق هذه الخطوة الإقناع كيحاول كل المستدرب بعرض هذا المنتوج أو هذا المشروع واللي يزع ما يعني يربح أكبر عدد من الأسواس فهو هذا المنتوج الرابح أول ومن هناك يعني كيكون محتفاعل ما بين المستدربين فهذا التمرين يعني شوء أخطاء الليدار يعني كسبق عمالي كفكرة نحن ذا بفزوم عن النشكي نديرو بطريقة مباشرة نحاول ساعتكم على أفكار ندوزوا وقل النقاش أو لا محمد ندوزوا الفن التفاوض ونبعد نجمعوا المحورات ندوزوا إن شاء الله ندوزوا إن شاء الله الفن التفاوض بطريقة مركزة ومختصرة أيضاً نشوفوا مفهوم التفاوض والأهمية دياله والتقنيات ثم نختم بطريقة عملية يعني شنا هو التفاوض هنا قبل ما نهضر على التفاوض باش ما يوقعش لكم خلط ما بين تفاوضوا الإقناع شون فرق ما بين تفاوضوا الإقناع تيقولك الإقناع هو حوار أو تواصل ما بين طرفين على أساس أنك ما تتنازلش كتقنعوا بفكرة ديالك ولكن التفاوض هو ربحي طرفين يعني أنت تتنازل والآخر تتنازل باش تصلوا حالوسط فهذا يعني المفهوم باش ما يوقعش لكم خلط ما بين الإقناع وتفاوض إذن يسمحوا التفاوض بالشكل الأساسي حول التواصل الأمر لا يتعلق بالمال أو باستفاء شرط الصفقة أو الحدث الفوز بها فالمفاوضات تدور حول الوصول بالعلاقة إلى المرحلة التي يحقق فيها كل شخص أفضل النتائج هناك نهضر على الربح المشترك وطبعا التفاوض هو مهم جدا ونمارسه باستمرار سواء في حياتنا اليومية أو حياتنا الدراسية أو حياتنا العملية أو المهنية فالتفاوض هو جزء من الحياة ديانا طبعا تقول لك التفاوض يؤثر في العلاقات الأسرية والحياة الشخصية والتفاعلات الاجتماعية فمهارة إدارة الحوار أكبر من أن تكون مجرد مهارات تجارية يعني هنا التفاوض ما نربطوش فقط بالمجدان الاقتصادي والتجاري والأموال والصفقات وإنما هو جزء لا يتجزأ من حياتنا فبشكل عام الهدف الرئيسي من التفاوض هو بناء العلاقات وحل المشكلات في آن المال وطبعا الطالب هذه المسألة دير التفاوض أو المهارة دير التفاوض مهمة جدا لماذا؟ كما قلنا الهدف الرئيسي ما هو بناء العلاقات؟ والطالب ما أحوجه إلى توسيع دائرة العلاقات؟ العلاقات كلما كانت كبيرة شبكة العلاقات كلما كانت كبيرة ومتنوعة ومتعددة كلما أعونات في الدراسة وأيضا في المستقبل العمل فلا تغفلوا هذه القضية لبناء العلاقات فالطالب يكون غير معزول بوحدوها لا يوجد هذه القضية يجب أن يتفعل مع الآخرين ويبني شبكة علاقات مهمة فالتفاوض هو رئيسي لبناء العلاقات وحل المشكلات في آن المال إذا سنرى تقنيات التفاوض الفعال سنرى تسع خطوات أساسية في التفاوض أولا تقول أنك ضع خطة فالإجماع هذه المهارات الثلاثة هي ضرورة التخطات ما كان شي حاجة بدون التخطات فالتخطات الجزء لا يتجزأ من حياتنا في أي حاجة بغير ندروها إذا لابد للمفاوض من امتلاك خطة للتفاوض لمعرفة كيف ستتم عملية التفاوض وبما ده ستنتهي يعني سنرى ما سنربح من هذه التفاوض كما سنبدأ كما سنربح النتائج ثم كيف ستفاوض معه كيف ستفكر ثم حديد الهدف من عملية التفاوض يعني ضروري نرى الهدف من عملية التفاوض ماذا نريد أن نحقق من النتائج بماذا ستنتهي هذه عملية التفاوض وماذا نريد الربح وماذا نريد الربح ثم المسألة الثالثة وهي اتبع استراتيجيات الربح للجميع فهنايا يعني الى دخلت العملية التفاوض وانا فنيتي انا اللي غادي نربح دخلت بانانية فاكيد هاد العملية التفاوض غادي تفشل اذا فضروري كتقول اناني غادي نتفاوض او ننتحور مع هاداك الانسان باش نوصله وماذا نريد الربح الوسط يعني هو يربح وانا نربح ايضا المسألة الرابعة كن مستمعا جيدا المهارة الى الاستماع الجيد الاستماع الجيد ماشي الاخرتي هدروا انت تكتص هدروا انت ما عارشك عشنو باغي وباغي تقنعوا بوحد مسألة معينة وباغي تفاوض معها على مشروع انت اصلا ما عارش شنو باغي اصلا يعني اسمع لي عرف شنو الهدف دياله شنو الافكار اللي عندو الاهدف دياله باش يعني تكون نتيجة يعني نتيجة ناجحة لكم بجوج وهنا يتقلك عليك انشاء علاقة سعاونية فيما بينكما والاستماع الى ما يريده طبعا من خدمات المسألة الخامسة هي كن مبديعا كن مبديعا في عملية تفاوض كما قلنا عملية تفاوض هي شنو كنديرو لها يعني بناء العلاقات وحل مشكلات يعني سيف حل مشكلات كن مبديع يعني اعطى شي افكار جديدة طرق جديدة لحل المشكل سيقولك خلال عملية تفاوض لا بد ان ينشأ اختلاف بالرأي بين المسحاورين يعني ضروري ضروري من الاختلاف ولكن كل ما يعطيسي بدائل وحلول يعني مبديعا لهذاك المشاكل او هذك الاختلافات كتنجح عمليات التفاوض وكن صبورا ضروري من الصبر هنا ممكن نعطى مثال عمليات التفاوض ممكن يعني الطلب اللي كي حضروا الدكتورة يعني كت يعني هم في تفاوض مثلا إلا بغيتي تصفت شي مقال مثلا أدابي لواحد المجلة معينة او مقال علمي لواحد مقع معين او مجلة علمية او مثلا عندك مثلا مشروع ديال كيساب بغيت تصدر واحد في كيساب معين وكتصدر مع تصفاوض مع دار النشط يعني هنا يرى ضروري كيقولك مثلا وعلش درسي هذ الخطأ صحح هذ السميسو حيد هذ الشابيت خدير هذي مقدمة ممكن تزيد فيه شي حاجة يعني كيكون واحد العملية ديال ديال الاخذ والرد إلا ما كنتش صابور ما غدت توصلش للنتيجة اللي بغيتين يعني ضروري من الاخذ والرد والتعديل والتنازل باش توصل الهدف ديالك وأيضا في المشاريع ديالتخارج يعني في البحوث ديالتخارج را ضروري مع الأستاذ اللي كيأترك را ضروري تطلب منك مجموعة ديالالأمور وانت في أخذ ورد معاه إذا فالصبر قيمة ضرورية في عملية التفاوض ثم المسألة السريعة وهي ثق في أفكارك وخدماتك إلا ما كنتش صايق في ذلك الشي اللي عندك فالآخر عايزك خلص كنت تكون صايق في الخدمات اللي عندك في المشاريع في الأفكار في ذلك المنتوج اللي عندك فتكون صايق فيه باش تقدموا الاخر بكل ارتياح ثم يعرف الوقت المناسب للإنسحاب هذي مسألة يعني ضرورية في فن التفاوض يعني حتى بعد المرات في عملية التفاوض وقل للحقيقة ما الصدق لكن نعود نقوله في جميع المهارات يحب الناس التعامل مع الأشخاص الذين يشعرون بصدقهم ببساطة قل الحقيقة فهذا يؤدي إلى نتائج أفضل فهذه هي تسسع خطوات أساسية في التفاوض هنا ممكن كما إلا بغيتوا تتعمقوا في الموضوع ممكن نحلكم إلى كتاب تقنيات التفاوض بربرة أنبيرتون أنا أعطي لكم أنوريكم مراجع في الأخير إن شاء الله فهذه كخلاصة يعني لعملية التفاوض بعض الطاح حديد الهدف مبدأ الربح للجميع الاستماع الجيد الإبداع الصبر الثقة في الأفكار والخدمات الوقت المناسب يعني يعني أعرف الوقت المناسب للإنسحاب ثم كل الحقيقة كأفكار ليسا طبيقات العملية كين تيهضر نقاط واحد برنامج كيهضر على استراتيجية التفاوض شنو هاد استراتيجية تيقول لك كين مناورات البداية شنين مناورات البداية تيقول أطلب أكثر مما تتوقع لا تقول نعم أبدا للعرض الأول ولا تتحمس هنا أعطيكم مثال مثلا بغيت تمشي تتحمس أحد سروال معين سروال أو أو تريكو أعطيكم على حوائج ما سيقال الميزانية أو التمن الذي فيها هو 100 درهم 100 درهم مثلا أعطي من الحانة تتحمسه قلت لي بشحال التمن قليل ما سيتم تطوير هنالي ما كيعرفش اللي معهر الى المهار التفاور شنو غادي يدير para حماس واخده يجب إرسي شيش بالأسقة ويا خده أسواً ولكي يدير ولكن اللي عنده هاد العماء هاد الى المهار الى التفاور شنو غادي يبير وطلب إكثر من ما شخص أوقع سيطير في بالك كل ذلك 100 درهم ولكن سيطير 50 درهم هنغار الى المكتبين وشنو غادي يدير هنغر الوسط سيطير 50 درهم بزاف سيطير 70 أو 80 درهم إذن فلا تقول نعم أبدل العرض الأول هذي مثال بسيط في العملية ذي للتفاوض فأتصدق مثلا خديتي هذك السروال ب80 درهم وربحته 20 درهم 20 درهم رابح وربح وربح واخد الثامن رابح للمغش دياله وسانتا رابح سرواله ومرجع 20 درهم في جيب هذي مثال بسيط ثم هذي تقولك استراتيجية الوسط من غير مناورات البداية النقطة الثانية في استراتيجية التفاوض هي استراتيجية الوسط ما هي؟ تقول لك تقنية الطيبة والشرية إذن تقولك سأكد من صاحب القرار هنا دخلت علام عند مثلا شي حانوث نقول لكم شي حاجة اللي كنتم دلوها في حياتنا اليومية دخلت سي مثلا تأخذ محامين جاية مثلا تتفاوض مع هذك الدر اللي في حانوث كنتم دخلت لها تأمان مثلا صافي 120 درهم شي قلت لها ما نقدر شراه ملحا والشي والشراه هو اللي هي هو اللي يقولك تأمان هاد الشي التأمان اللي قال لي يعني انت هناليا شنو درتي ضيعتي الوقس مع هذك الإنسان اللي ماشي هو أصلا صاحب القرار وتف مثلا في التفاوضات اللي كنتم مشنو ما التفاوضات اللي كيدروا أغلبية الطالبة يمني كعبوا مسيحانات كنتمشي تقول أستاذ عافكي محدد لينا حدد لينا ولا نقص لينا ولا حدد لينا المواضيع ولا نقص من الدروس باش نشوفوا مسيحانات زعبة فينا عندهم هناليا مثلا كنتمشي عندي الأستاذ يقول لك وتستطيع أخذ ورد معه ويقول لك لا راه راه ماشي أنا اللي كنتحكم في هاد الشي راه مثلا دوايان ولا الإدارة ولا ولا رئيس الشعباء ولا يعني هناليا دائما في استراتيجية التفاوض تأكد من صاحب القرار حيث هو اللي خلصك تهدر معه حيث كتتأكد أنه فعلا إلا وصلتي لشي حل وصلت فاعدت توصله معه إلا توصلتي لشي التفاق غديت توصله معه ثم استراتيجية الثالثة هي مناورات النهاية مناورات البداية، استراتيجية ثم مناورات النهاية هناك تصوير راسك هل ستخرج بعرضين أفضل يعني رجعوا السرول دي لك مناورات البداية هنا مثلا مقصي سرولة طويل الآخر تس بغيت تربحها وتاني شي حاجة تقول لي واشتي سرولة طويل وخصني نقصه عند الخياط بش عشرين دراهم ولا هذا وخصك نقص هاليا وستبقى معه عوثاني وصافين خمسة دراهم أو مثلا ستعطيك سنطة مثلا بثمان ناقص معه يعني في هذا الأيطار يعني كتحاول تقول لك القنص في اللحظة الأخيرة يعني هل ستخرج بعرض أفضل هل ستربح عرض أفضل وكخلاصة في هاد أنا أعطيسكم غير أمثلة في التفاوض باش تحاولوا تتفهموا أكثر خلاصة حديد مجال التفاوض طبعا هذيك المسألة دي القوة لانسحاب الاشتراس كتخسر مساحب لا تتحمس من العرض الأول وتأكد من صاحب القرار ها هما مجموعة دي المراجع إلا بغيتوا تسجلوهم عندكم أشوفوا المراجع من بعد هادي مجموعة المراجع يعني سواء في فل الإلقاء أو الإقناع أو التفاوض سجلوهم أو سيصفتهم لكم أستاذ محمد وهكذا يكون العرض قد انتهادرنا في وقت صاروخي ثلاث مهارات شكرا على تفاعلكم وحزن انتباهيكم إذا كانت شيء أسئلة عن فيما يخص المهارات دي المقناع والتفاوض فم مرحبا سنجلزكم بأخير شكرا جزيلا لأخت الأستاذة شرويد على عرض القيم وعلى التركيز وكما قال أشارت هذه مواضيع تحتاج لوقت لأكثر تفاعل وأكثر دراسة وتطبيق أيضا لتمارين إلى غير ذلك فنفتح الآن باب الأسئلة في المحورين وإن كان أيضا أسئلة في المحور الأول فلا بأس إذن أبدأ بسعيدة تفضل أختفي الميكرو نتعلم هذه الثورة التكنولوجية والمعلوماتية عن الإقناع الإلكتروني يعني الإقناع الإلكتروني والذي يعتمد خاصة من صوت الصورة والآن نتحدث عن السويق الإلكتروني والمتاجر الإلكترونية والتسوق الآن إلى فدلك يعني يحتاج إلى إقناع أمسألة أولا مسألة ثانية أشارت الأستاذ إلى الذكاء يعني الإقناع العقلي وأشارت كذلك إلى الإقناع العاطفي وهنا أشير إلى مسألة ما يسمى للذكاء العاطفي في القدرة على الإقناع وخاصة هذا في نجال التعليم يعني الطلب عندما يريدون ما تنجيز مباراة التعليم في الغالي بيكون عنصر هدفه هو التشويش على مشاعر ذلك يعني ذلك طالب الأستاذ يعني في المستقبل يعني إن كان ذلك الطالب الأستاذ يعني في المستقبل له ذكاء عاطفي في إدارة هذه المشاريع سيستطيع إقناع اللجنة التي هو أمامها فيما يتعلق في التفاوض يعني مسألة مهمة جدا وكان يعتمدها عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وكفاءة الانسحاب التفاوضي يعني التركيز على الأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية يعني التركيز على الأساسيات وتركي قشور مثلا في تفاول الرسول صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمر في صلح الحديدية قال له أكتب من محمد رسول الله قال له لا تكتب رسول الله لو عرفناك أنك رسول الله ما قاتل فقال لا تكتبه يعني تنازل رسول صلى الله عليه وسلم فكتب بإسمك اللهم وتنازل عن بسم الله الرحمن الرحيم قصد تحقيق غاية مهمة يعني هنا نحتاج إلى التمييز في المفاوضة بين المهم والأهم وهذا يحتاج إلى فواعيد شكرا سعيد برك الله فيك شكرا سعيد حافظك الله ورعاك الأخت جواهير تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا أستاذة الفاضلة بطيما تظهراء على هذا العرض القيم ما شاء الله سعيدنا بك أستاذة الفاضلة سؤالي يصب في قضية الإقناع مثلا عندما نكون في نقاش في نقاش في موضوع علمه نتلقى من الذي نحاول إقناعه بقضية ما أنه يتكلم معنا بمغالطات منطقية يعني سؤال أستاذة الكريمة كيف نواجه هذه المغالطات المنطقية هل نرد عليها أم أننا لا نرد عليها شكرا جزيلا جواهير سي بيلال تفضل بسم الله الرحمن الرحيم بصلاة السلام شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا جزيلا 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 شكرا جزيلا شكرا جزيلا نقطة ثانية هي نقطة المرجعية بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا من التفاوض مع صاحب القرار ونبدأ احترام التسلسل الإداري في حالة التعامل الإداري هذا سؤال سيمو حمد هل من سؤال آخر هل نعطي الأستاذة للإجابة سيمو حمد تفضل عن الاكتيفيتة الميكرو ليرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لأستاذ شكرا لمركز ريفخ وشكرا أيضا لأستاذة الكريمة عن هذا الإطلال السريع على ثلاثة الفنون هي مهمة شكرا جدا في حياة أي طالب وفي حياة أي باحث وفي حياة أي إنسان عموما تيحمل واحد الأفكار ويبلغ الآخرين عندي واحد تعقيم فقط على مسألة الاستماع الجيد وهي الإنصات الجيد يعني يحصل منها أن الإنسان يكون ينصته جيدا لأنه ينفرق ما بين الاستماع وما بين الإنصات والإنصات أهم من الاستماع أو الإصغاء عموما يعني الإصغاء أو الإنصات هو درجة أعلى من الاستماع ومن كذلك من إذا الإنصات والإصغاء أهم من الناس وهالشيط المسعف مثلا حيلا مثلا حديث الرسول الصلاة كما أشهر واحد الأخ في حديثه مثلا مع أه حينما عرض عليه الكفار أن يتنازل يعني أن يعطوه عرش عرش قريش وأن يعطوه المال وأن يزوجوا أحسن النسائهم إلى غير ذلك قال أو قد أنهيت يا أبا الواليد قال يتحدث مع الواليد من المغير أو قد أنهيت يا أبا الواليد إذن خلح تسال الهدرادي خلح تكمل الهدرادي قال له نعم قال له فرده رده الشعير لو وضعتهم الشمس في يميني والقمر عن يساري ما تنازلتهم إذن مسألة الإنصات هي مهمة جدا وهي التي تخصنا في الحوار ردينا فكثير من الحوار ردينا ستكون فيها التلاقي والطجيج والهارغاج وما تنقجوش بشي نتيجة معينة وهذا معمد شكرا أستاذ لك شكرا سيدي محمد سيدي أسامة تفضل 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 أولا نتقدم شكرا لأستاذ الفاضلة فاطمة زهراء على الموضوع القيم وعلى المحاضرة القيمة والشكر جزيل لكل حاضرين والأستاذ والدكتور الغزيل أولا نبدأ أن الموضوع هو فن لإلقاء والإقناع والتفاوض أولا تلقوا الكلمة وهذا الفن هذا يعني لا يمارسه أي واحد كمارسه يعني شخص المتكون وشخص اللي عنده معرفة سابقة لهذا ولينا كنلقوا هذا الفن هذا يعني في الملشة معدينا يعني متوفر بكثرة وهذا الشي اللي الفكرة اللي بغت نوصل هو يعني الكوتش يعني الكوتش بزاف يعني أسر كيعتمدوا على الكوتش بش يبنيوا حياتهم كيعتمدوا على ناس بش يوصلوا نقول الوحد يعني الوحد المرتبى سواء في العلم سواء في العمل سواء في أي مجال وهذا ممكنك يوقع في خطأ يعني ما نقولوش ما نعتمدوش على كوتش ولكن ناخد الأفكار ونكون عندنا ثقافة ديال 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 اننا نكونوا يعني كنقوموا بطحط ديال أي حاجة سامعناها كننحاولوا مع أمكان نعقبوها لها ونعرفو كيف يجب لهذا يعني كنحاول نسؤول الأستاذة الفاضلة لهذا المساعدة ديالالكوتشينج وش هاد اللي كوتش هادو وش فريمون يعتمد عليهم الإنسان يعني بش يوصل لوحد للفكرة ولا ياخد غير ذلك الأفكار ويحاول مع أمكان غري كما كتقال يعمر بها المعرفة دياله وهذا هو السؤال ديالي وشكرا جزيلا للأستاذ الكرام شكرا سيدة أسما الأخت أمينة تفضلي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أستاذ محمد الله سلام عليكم أستاذ وجميع الطلبة شكرا أستاذ العرض القيم السؤال ديالي هو فيما يخص الوحدة للتخرج كتكون مثلا في المجال العلمي كتكون باللغة الأجنبية و يعني في فيما يخص الارتباك كيكون مرض كانت تكون عار ما أعرفش أنه بغيت سبول ولكن كيهرب لك المصطلح وكتبقى واحد واقف واحد 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 المدة من الزمن يعني باش ما تتوقع باش ما توقفش باش تسيطر على هذا الاشكال هذا وتغطى على هذا المشكل وقلت أستاذة أنه يعني لطرح لي واحد السؤال أنني نقول ما عرفتش ولكن بالنسبة للباحث التخرج يعني كيكون مرة واحدة وما أننا كيفية غادية نركب هذا المشكل كيفية أننا نستغل الوقت ونبينوه بعدها بأننا لدينا شي حاجة وخة ما نجاوبوش عليه كامل وفيما يخص الإقناع يعني شي مرات كتكون وجدت إلى واحد الموضوع مثل نبغي تتقنع به في واحد الإنسان أو هذا ولكن كتطح في واحد المشكل أنك كتلقاء رأسك واحد المصطلح تشبعتي بهم وكتبقى تترددهم بزاف وكتبان بأنك يعني كتكرر نفسك وكتطح في الرتابة يعني وكتبان بأنك غير متمكن من الموضوع ولا أنك حفظ جوج الأفكار وتعودهم يعني كيفية أنني اللعب في الكلمات ونبين بأنني متمكن في جوانب الموضوع الكامل وشكرا شكرا جزيلا إذن سؤال آخير من أخت فاطمة الزهراء الكتابة نبقى جزاك الله خير ونسلا للعرض الكريم سؤالي تفاعل مع العرض الأول حقيقة نرى أن أغلب العرض اليوم عبارة عن كومة ضخمة من البيانات فغالبا ما نجد أن المتحدث يحشو في عرضه أقصى خدر ممكن من المعلومات فيمكن المتحدث أن يتجنب إغداق الجمهوري بالمعلومات الشيء الذي يشعر الجمهور بالتعب أكثر فأكثر إذن أستاذ فاطم زهراء شرويت في ظرف خمس دقائق كما رجل إجابة أولا كينا أخطفات المزارة ممكن تتكتفي الميكرو السلام عليكم تستمعوني سنبت سأتبت أكثر فأكثر لا أريد أن أقصد مشكلة شكرا لطلبة عن التفاعلهم وزبارك الله الطالب بارها موسوعات في المستفاعل المدى السيلة والأخبار فعلا ممكن يغنيوا للعرض الله جزيكم باخر حاولت نسجل المدخلات سوف نبدأ بالأخ سعيد هدار على الإقناع في حقها در مدخل قيم الله جزيكم باخر هدار على الإقناع الإلكتروني طبعا الإقناع كان إقناع مباشر بالأخذ ورد مع الطرف الآخر وكان إقناع غير مباشر كل ما له علاقة بالمسائل المرئية السمعية البصرية يعني الإشهارات البوستاغ يعني الفيديو كتلقى مثلا بعض المرات صورة كتلقى بعض الفكرة معينة أو بوستاغ أو إشهار في الزنقاء أو مثلا فيديو معين أو هذا يركز مثلا على وحد الفكرة أو على وحد المنتج معين أو على وحد القيمة يقنعك بها طبعا فهد المعاوات يعني يعني التوسيع دي المجال دي التكنولوجي ومسائل التواصل الاجتماعي والناس خصوصا مع هذا الحجر الصحي يعني ولا التواصل عن بعد فالإقناع الإلكتروني غادي يولي عليه يعني غادي التعطالي الأهمية الكبرى وتهوى في الحقيقة عنده يعني عنده عنده أهمية لأنه يوصل نفس الرسالة يعني أرى ممكن مثلا في كلمة أو جملة تصنع الآخر بوحد الفكرة معينة أو مثلا تغير عليه السلوك معين فطبعا هاد هاد من أنواع الإقناع وهدرت على الدكاء العاطيفي طبعا هذي دورة بوحدها كاز هدر على الإقناع يعني يعني في الدكاء العاطيفي ركن هدر على القيادة كان هدر على مهارة مهارة يعني التواصل يعني التواصل القيادة مجموعة هذه المهارات كن هدر على الدكاء العاطيفي فطبعا هذي مهارة أساسية إن شاء الله يبرجوها كينا وقيلة في البرنامج هي كاسي محمد كينا في البرنامج ديالتسكوين هاد الدكاء الوجداني دونك غاديت إن شاء الله غاديتتسافدوا من هاد هاد الدورة فهي موضوع مهم جدا يعني كيجمع مجموعة ديال الأمور وكيخليك تقنع الآخر بوفقا للمشاعر دياله والأفكار دياله اه اه اعطيت المثال ديال تفاوض في المثال دياله رسول عليه الصلاة والسلام الأهم المهمة الأهمية الأخ الجواهر قلت لك عندما نكون في نقاش ستوقع مغالطة منطقية يعني هنا هنا يجعلك مواجهة بالعلم يعني كل ما الإنسان كيقول لك مثلا أن شي مغالطة منطقية ما شي كتجاوبه بالعلم كتجاوبه بالمنطق يعني هو قال مغالطة ولكن كين كين معلومات اللي هي صحيحة صادقة اللي قد تجاوب بها اللي قد ضد المغالطة اللي قال ورغم أنه قالها منطقية أو سليسة وواضحة ومتينة وأفكار كده ولكن تنتخص تكون على مستوى هذا الرد ويكون ترد ديالك يكون منطقي ويكون يعني صادق يعني هو قال مغالطة كترد عليه بالصدق وهذه كان يعني كان كان عالجوها بالعلم كل ما الطالب في المواجهة ديال الآخرين والأفكار ديالهم في سلف المرجعية ديالهم كيكون موليم يعني كيوسع دائرة المعارفة دياله كيستفد من الأفكار كي يقرأ بزاف لهم كيكون عنده سنقوله باقاج باقاج اللي يقدر يرد به على هات المغالطة سهل وكينه واحد المسألة أخرى من غير الرد تغافل توافن يعني أنا إلى هذك بعض المرأس واحد فكرة إلا بغينا نقتلوها واحد فكرة خاطئة أو ضاهرة سلبية اللي بغينا نقتلوها ما نقشوهاش فقط كتغافل عليها وكتدر المبدأ ديال المباليس وبتثالي سموس يعني هذك الزوم اللي كنديرو على مثلا مجموعة ديال الأفكار ومغالطات ومجموعة ديال الأفكار السلبية هي كتسع تحقيم أكثر إذا المسألة ديال تغافل المباليس هي تسقضي على هذ المغالطات الفكرية الأخ بيلال أقدر على البساطة قال لك زعم ما إلا إلا قال شي فكرة بسيطة التي قل سمام يعني حسب الفئة المستهدى فكين هنا هنا تطلبة خصوصا يعني في الجامعة كين واحد سنقل واحد النظام والفاس والجامعة والنقاشة يعني مستوى النقاش تيكون خاص قرور يسكون مقارئ واحد الكتاب وكاز عرضه يعني بالأفكار دياله بهذاك القوة ديال الكلمة بالقوة ديال يعني بهذاك العمق باش تتلقى يعني ستلقى أرد الفعل ولا تتلقى ولكن ماش يكون يعني هنا البساطة أنا كنهدر على 80% أو البساطة يعني تتلقائية يعني تكون كلمات اللي هي واضحة بسيطة مش ضروري أن ننمقوا الكلمات سوالين تفلسفو باش نوصل واحد فكرة معينة يعني هنا 80% من الزعمة البساطة يعني تتوصل الفكرة أو تتلقى طريق ديالها يعني القلوب وعقل آخرين وعلى حسب الفئة لك أنت فئة كتبغيها يعني الكلمات المنمّقة كنعطيها الكلمات المنمّقة كنعطيها الكلمات المنمّقة ما قلنا على حسب الفئة المستهدة كنحاول نشوف هذه الأسئلة اللي سجلت الأخ محمد قال لك قال لك يعني الفرق ما بين الإنصات الجيد والاستماع الجيد فعلا الإنصات هو هو عمق من الاستماع يعني سفل آية فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصصوا يعني أنصصوا والاستماع بتفاعل فهذه إن شاء الله سنعدلها في المهارات الليدردس فالإنصات الجيد هو أولى من الاستماع الجيد لا جزء بآخر الأخ وسامة هضر على الكوتشينغ طبعا هناك مدربين بزاف هناك محاضنين بزاف كما هناك أطباء ومهندسين وأساتذة كن اللي يعني صادق في العلم دياله وفعلا كتلقا رسو عامار وكتلقاها كتلقاها يعني ذو كفاءة ذو خبرة وكتلقاها ما عندوش كفاءة فكجميع الميهن أو جميع الفنون اللي كاينة أو جميع المهارات اللي كاينة كاين إنسان كي يكونش جاي أو كي يكونش غير جاي هناك نجربوا يعني ما كان عسان مدوش أصنبوس كنجربوا الإنسان كنشوفوا واش فعلا كنستفدوا منه ولا الله نحن نقلبوا وكن سامعوا لهذا المحضر وكن سامعوا لهذا المدرب وهذا المدرب وكنشوفوا يعني واش هاداك شي اللي كي يقول فعلا جيد وغادي يفيدنا ولا الله فالكوتشينغ هو أيضا مهارة وهو فن ولكن أنا عندي واحد المبدأ البقاء ولي الأصدق يعني سيلا كان شي كوتش ولا شي واحد اللي ما عندوش خبرة يعني أي مهنة معينة ما عندوش خبرة و ما عندوش كفاءة و ما كيطورش راسه و ما كيسوضعش و ما كيسافدش و ما كيطورش يعني نفسوله و ما كيوسعش المدارك دياله كتلقاه فعلا كتلقاه ما كيكملش و ما كيكملش بقاء و مدناني الأصدق و الاستمراري للأصدق أمينة الأخس أمينة داتلك محيط تخرج كيكون مثلا يعني العرض أو البحث باللغة الأجنبية و هناك كيكمشون لنا المصطلح حاسب فايش تغلب عليها المشكي هو الإعداد الجيد الإعداد جيد للموضوع و ما فيها بس كنسجلوه أفكار أساسية حنا لمشتي ماشت باروري أن الإفقاء يكون لورسي جان راضاروري كيكون عندنا وحد العرض power points كنسجلو فيها أفكار الأساسية و ممكن إحطوا وحد الورقة أو بطاقة كنسجلو فيها الأفكار اللي ممكن أننا خايفين أننا سهرب لنا ولا هذا وبهذا الطريقة كنقدرون أننا نتغلبوا على هروب الأفكار يعني كنحاولوا أن نسهرب شنا الأفكار بهذا الطريقة هذه يعني تسجيل ملاحظة وسجيل الأفكار الأساسية دقيقة أسل الله جسمي أخير نعم دقيقة لا أبقت دقيقة وخ كنحاول أن نزعمنا الأمكان نشاب على جميع الأسئلة ثم الإقناع هنا هنا وحد الأخ قال لك الإقناع وأخت تكرار الأفكار يعني قد قولك تكرار الأفكار يعني قد أخت تكرار الأفكار يعني هنا في حالي قلسي كيبال إنسان أنه غير يعني ما عندوش أفكار جديدة يعني حالي هو تسجيل مدارك والمعارف يعني كنقروا بزاف كنقروا كتوب كنستمعوا المحضارات كنغنيوا يعني وكنجددوا أفكار ديالنا وهنا مثلا الأفكار ديالنا مثلا اللي خلنا مقسانعين بها هذي مثلا عشر سنوات أو خمس سنوات أو هذا رمشي ضروري تكون صحيحة يعني كنجددوا دائما الأفكار كنجددوا كنستعوا المدارك ديالنا كان واحد السؤال كيف يمكن التوفيق بين التفاوض مع صاحب القرار ومبدأ حسيران تسلسل إداري هذه المسألة حيث في التفاوض ضروري أنك تقنع صاحب القرار باش ما تضيعش الواقص ديالك ولكن بعد المرات راه تيكون هذك السوكتر مثلا كنقول في حد الشركة معينة كنت تسلسل إداري من السوكتر سالمدير هذك السوكتر مثلا ولا هذك المساعد إلى قنع سير عنده تأثير على صاحب القرار إذا ضروري كيكون عندك بدائل كي تبدأ بهذاك يعني كتبع انت تسلسل إداري كي تبدأ بهذاك المساعد وإذا وصلت لصاحب القرار مزيان إلى ما وصلتش راه ضروري كتمرر أفكار اللي كيأثر بها هذك المساعد على صاحب القرار ثم بالنسبة للقاء باش نمتريزيو تتبع شروط العرض يعني في حيث سكين واحد السؤال على يعني كيكون العرض شارجي درس عليها في المواصفات ديال الشرائح شرائح العرض خاصة تكون يعني ما يكونش فيها الكتاب بزاف ويكون الخلفية تكون فاتحة والألوان متناسقة والخط واضح ما عرفت وش جاوبت على جميع الأسئلة انتهى الوقت وقالها شكرا ما عرفت وش كين شي سؤال لمازال ومحاولت نجاوب على جميع الأسئلة بارك الله فيك شكرا مزاف لأستاذة فاتمة زهراء شروط على العرض ديالها القيم وعلى التفاعل مع الأسئلة ديال الطلبة ديالنا عندنا الشكر موصول لك وبإسم مركز يعني نتقدم لك بالشكر جزيل على العرض القيم كما أننا يعني نقدم لك شهادة تقدرية عن بعد انتظار يعني أنه يترفع لنا الحزن الصحي إن شاء الله تعالى شكرا موصول لك على الجهد ديالك وعلى الصبر ديالك معنا فجزاك الله خيرا شكرا جزيلا أشكوك لذلك الطلبة ومارك الله فيك شكرا جزيلا أيضا للمتابعين على الصفحة والتفاعل ديالهم ولنضرب لكم موعدا يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى